موسيقى بوم بسال فل بسال سعادة بسال هنة بسال رضا بسال كل حاجة حلوة عليك يا لازو أجمل حاجة في التاريخ حشتيني أوي 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 بجد النهاردة معينا اسقرادوا أو اسقرادوا كل جمعة أو كل حلقة بيبقى فيها اسقرادوا أو اسقرادوا بأكد على فكرة أنه ده مجرد رأي ملوش أي نوع من أي مرجعية يا بنات غير أو يا ستات أنا لو كنت مكانك أنا كنت عامل إيه بس أرجوكي أرجوكي يلا نبدأ بقى أول مشكلة الشاي النهاردة الوقت جدا يعني طيب مشكلة الأولينية أنا اتعرفت على شاب وثاب علي قوي علشان البنت اللي كان مرتبط بيها قبلي أزيته نفسيا جدا وبهدرته وبعد ما سابها بمدة مش كبيرة ابتدى يتقرب مني يبقى لطيف معي بعد ما تعرفنا على بعض بصي يا روري أنا مش حاسة بمشاعر اتجاهه غير إنه هو فعلا صعبان علي أولا فيه مثل بلدي كده بتاع زمان بيقول لك اللي يصعب عليك يفقرك اي حد يصعب عليك يفقرك ادي واحد اتنين اللي يصعب عليك يقو في جنبه يا مام ما تتجوزيوش يعني واحد صعبان علي أنا ها في جنبه يعني لو هو صعبان علي مدان هتصرف له في الفلوس صعبان علي اجتماعيا هحاول أديه سابورت وصحاب وحنا في دار بعض وما تقلقشوا بتاع صعبان علي في الشغل هحاول أجيب له الشغل مش هتجوزه ايه حسنة هتجوزه هتجوزه اول مشكلة كده ما اقول يعني يعني ما اقولها طريقة ليه ليه اضحي بعمري وحياتي ومستقبلي وحريتي حريتي حريتي ده ها عشان صعبان علي لا اروحها في جنبه بس وبعدين هو لسه سايب الاولانية من شوية وتعرف عليك انت اصلا عارفة انت اصلا انت واقفة فين عنده انت اسمك الريباوند الريباوند ده الشخص اللي بيتم اختياره وبكيفي وبمزاجي وبقصدي علشان انسى اللي قبليه هو منحيش انسى الاولانية هو بيبدلك بيها فانتي هتضحي بحياتي كلها وهروح اعرف حد علشان اتجوزه وانا بالنسباله ولا حاجة وهو بالنسبالي ولا حاجة ايه الشقة ده يعني 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 لا طبعا يعني اللي يسعب علي اقف جنبه ما تجوزوش انا مش جمعية خيرية وبعدين فريدي في تلاتة سايبوا عليك في نفس الوقت هتعمل ايه يا بنتي هتقطعي نفسك ايه 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 يا صاح مش ممكن اتنين انا مرتبطة بواحد يا ردوة لا بيهتم بي ولا بيكلمني وحتى اني اشوفه بيكون قليل جدا كل ما ايجي افكر اسيبه يتعدل شوية طبعا وبعدين ترجع المية لما جريها انا دلوقتي اوصل مرحلة ان انا فعلا مش عايزة اكمل احسب بس مش عارفة اسيبه ازاي اتس ايسي بابي اتس ايسي بابي اتس ايسي بابي اتس بيس اوف كيك زي ما بقولوها بالانجليزي كده 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 بقدي تيجي ازاي يعني محدش طبع ان انا ايه يعني جحدة وقلبي جاهد خلاص بس انا بصدق جدا جدا في فكرة ان انا لو مش مبسوطة ومش مستريحة وعملهاتي واقول له يا ابني ويهديك ويرديك ويا حبيبي ويا بابا وكده وما ينفعش والصبر حدود وافضل ادي فرصة واثنين وثلاثة وافضل انا ما بيني وما بين نفسي انا اضحك على نفسي عشان اقول انه ممكن ينفعلي وافضل اروح وايجي واروح وايجي واسه انا عملا بغل ازاي وانا بتكلم وقعد اقول لي معلش يا حبيبتي استحمليه اصل هو مش عارفة مين قافش عليه اصل هو عنده مشاكل في الشغل اصل هو مامت ومامت خانقين معيه اصل هو النهاردة عنده برد اصل جاله الضغط ضغط لما يعني فاهمين وخلاص بقى جبت اخري عايزة بقى يسيبو ما تسيبوش بقى كده مرة واحدة عشان السيابان اللي هي بتبقى كده مرة واحدة دي يا بنات في احتمالية الرجوع وكمان هتوجعك وهتخليكي يعني هتخلي فيش تياء يعني هتخليكي ان هو وحشك والذكريات رايحة جاية ولا اخصى عليكي يا بنت يا ردوة وقصي لو كنت بقى ما سبتوش دا كان زمنه تعدل وما تعدلش سامن بالبطيق كده هو يعني انا بقى اهل نفسي ان احنا خلاص مش نافعين هي حاجة طبعا انا بقولوا دا فعلا جهود بس هي كده من جيش غير كده خلاص بقرر الاول وبعدين بقول لنفسي ايه حسيبو انا حسيبو انا مش 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 شرط خالص ان انا اكون بعمل وحش او بيعمل وحش بس انا المايندساب بتاعي بغيرو ها خلاص احنا ما بقناش مع بعض احنا مش هنكمل مع بعض وبتدي اقلل تليفونات خالص بالراحة من غير خناق وبتدي اقلل خروج وبتدي اقلل شوافين ان اشوفو اه جدا بالراحة خالص وبعدين ابتدي اخروج مع اصحابي ابتدي ابدل حياتي ابتدي اغيرها اتكلم مرة واحدة بس ابتدي افكر فيه بصي تدريجيا كده حبصت لي انت ما بيني قوابين نفسك هتلاقي نفسك ان انت سبتي ما بيني قوابين نفسك حتى مش هتبقي حتى مش هتبقي محتاجة تقوليله هيبقى خد الشر وراح يعني فاهمة يعني وبعدين حيجي يقولك اكلمك احنا لسه مع بعض حبيبي بابا ما صلتش نصيب بقى وانتي هتبقي مقاهلة نفسك كده وانتي سايباك كده وحتطلعي من العلاقة من عنشة ومن فرفشة ولا هتعيط عياتي ولا هيتعلك هالات سودة ولا مناديل هتخلص ولا اي كله ولا هتعيط تشتكل يا صاحبك تقولوا ايه 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 وحاجات دي خلاص لكن لو سبتي مرة واحدة كده هيبقى احتمال ترجعي السيابانة البطيء مستحيل ترجعي اسمعني بس من نقطك الكبيرة وهيوحشك وهيبقى المازالاو مازالاو كنت اديته فرصاته كنت استنيت علي مش هيبقى فيها بقى مازالاو الدربة القادية فبالناحة بالناحة بالناحة شرانية قوي مش عارفة بقى السيحية بجيش غير كده يا بنات اللي بعد ايه هو السن المناسب للزواج ما فيه يعني قصدي السن مناسب للزواج الحياة سن المناسب للزواج اللي هو اللي الدولة عامله لنا ثمانتاشر يعني بشوفوا ان واحد وعشرين انسب وخمسة وعشرين احلى وسبعة وعشرين اروى وثلاثين تبقى برينسس ها نين وثلاثين تأخذي خبرة بنت لازينة كنت يععم عندك تلاثين وثلاثين 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 تبقى واخد خبرة بنت لازينة في الحياة محدش يضحك عليك خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة بشوفوا زي ما بيقولوا the perfect age for marriage احسن سن للزواج السن اللي البنت فيه بتبقى عقلها اكتمل وعندها خبرات حياتية واشتغلت وعملت فلوس وانا بشوف ان من بعد الثلاثة وثلاثين احنا كستات وبنات بنحلو عشان تبقوا فاهمين يعني في الثمانتاشر وثلاثين دي بتبقى كل حاجة وكل ده منفخ وبتاع مش عارف ايه بنبتدي نكبر هيئتنا تبتدي ببان مع الجم والمم والام والبتاع والمش عارف ايه والدايت والميت واللايت والكل الحاجات دي كلها خمسة وثلاثين فت تيجي تقوليني ايه واطرك جواز ومش عارف ايه والاطفال والايل وبتاع في حاجة بقى الوقت يسمعها تجميد بوايدات كل الحاجات الامر اللي تخليكي انتي متأكدة ان انتي ما تيجي تتجوزي في اي سن تدري تخلي فيه والعلم امر دلوقتي لكن انا بشوف ان الخمسة وثلاثين ده عزوا والله او ثلاثة وثلاثين عشان يبقى عندك صحة برضو تجري ورا العيات بشوف اقل من كده بصراحة يعني طبعا كل واحدة حرة انا عمتا بقول بناتي يعني يعني نشتغل الاول اشتغلوا الاول وتشتغلوا من الجامعة انا مش هصرف على حد غير تعليم واكلوا وشربوا ولبس اي حاجة تانية بقى عربيات ما انا مش عارف ايه مربيات الكلام دي كلها حديك بقى تشتغل تصير فيها نفسك فانا بشوف ان الشغل الاول وبعدين يجي بقى ايه الجواز واورز ابنة كريمة ابنة كمك يا بنتي والله اللي بعد كنت في علاقة ما حد حبيته قوي وبعد فترة قصيارة بعد فترة قصيارة قرر ينهي العلاقة لما بالسلامة وبعتلي على المسنجر انا مش قادر اكمل يلا فبعتله اوكيب راحتك يا بنت اللذينة يا لعيبة يا حبيبة قلبي انا والله اوكرت له اوكيب راحتك قال لها نسيب بقى دعيت له اوكيب راحتك ولا ليه ولا فين ولا ازاي وده بدون معدبه لسه بقولك يا بنتي والله ولا اقول له ليه ولا ازاي والله اه جابها من على لسان وانتهت على كده العلاقة وبعد سنتين حبيب مامي يا كيب تتفرج عليها رجع بعتلي انتي ازاي تقولي اوكي براحتك بعد سنتين افتكرها ها هو انا مش فارق معاكي شكله حبيب قلب مامي انا تفرج عليها جدا وكأنه في غيبه بقى اعمله ايه علشان يفوق ولا تعبري عارفة نيش ماما شفتي نيش ماما شفتي الكاسات اللي في نيش ماما ها اللي جايز ماما نيش هتلمعهم او تغسلهم بقالها سنة او اتنين كده اللي هو الضرف المعفول عليها دي هتعمليه كاس فنيش ماما ولا لها وتبصي على السين السين ده اللي هو قريت اللي هو وصل لي الرسالة وقريتها ومش هعبرك ها كل ما بعتلك رسالة تخشي وتقريها ولا ترد عليها ويه تكتبي بقى على الفيسبوك حاجات لذيذة ها بس ما تبقاش بالتنبيت ما تبقاش ايه بالنبط عليه لا احنا الفرحانين ولا زعينين يا حبيبتي انه اساسا مش فارق معنا حبيب قلب مامي كذرنا وراء ستين قلة فحضرتك على الصفحة تكتبي مثلا جاورة بيع بالدنيا بديع قفلي على كل المواضيع ها عارف انت الشغل ده اوعي تلقاح عليه بالكلام ولا لقدت مش عارفه ايه فانتصر ويرجع الانسان غريبة كما كان اوعي اوعي اوعيش رايحس ان هو ايه ابتدى يوصل ما توصلهوش كاسف جنيش ماما واقف يا حبيبي مضطرب محدش عايز لا يقسله ولا يلمعه زي ما هو كده هادسي بيه وكده يا حبيبتي انشاء الله يفوق ولو ما فقش ايديك يا حبيبتي يعني ماما تغطي حقك بيقلب مامي اخر اخر مشكلة اشان اعرف ان احنا معندناش وقت خلاص حاضر ازاي الكردو الحمد لله الحمد لله انا حاليا عندي 35 سنة ومش متزوجة ومش عايزة تجوز انت والله العظيم كل اللي في البيت بيعملوني معاملة وحشة ودايما ابويه يقولي ده مش بيتك وانت مجرد ضيفة تقيلة وفي يوم هتمشي على بيت جوزك وكمان مش عاكبه ان انا بشتغل ونكحة في شغلي وده مخليه مدى جدا وهو بيعمل كل ده علشان يكرهني في البيت واتجوز اي حد وخلاص انه دايما بيقولي انت كل اهميتك انك تتجوزي وتخلي في صلاة النبي وبس وتوظف شغلك ودراستك انا بصراحة مش عالفة اتصرف ازاي وتعبت لان كل ما يشوفني عامل انجاز في حياتي او حد من اصحابه او قريب يقول يقوله انه ماينفعش يسيبني من غير جواز يقوم ينكد علي بالطريقة دي بصوا يا جماعة بصراحة هو دي زي بيقوله دي مشكلة دي مشكلة متكررة كتير ومووسة البيت مليهاش مش البنت البيت مليهاش الا بيتها وجوزة البيت مليهاش الا بيتها وجوزة دي مش حقيه البنت او المثل بيقول البنت مليهاش اللي بيتها وجوزة البنت ليها ربها قبل الكل البنت ليها طاعتها البنت ليها نفسها البنت ليها امها وابوها البنت ليها شغلها وفلوسها وحياتها البنت ليها دنيتها وليها اخرتها البنت ليها حاجة كتير قوي أعرف مين اللي هابد الأمثال بتاع البنت بناشغل جزها وبيتها أكثر للبنت دلعي طلعها 24 ضرب الحبيب زي أكل زي مين 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 إحنا في 22 ما بقاش فيه كان فيه وخلص ليك يا بنتي ليك نجاحك وليك تموحك وليك نفسك وليك ربك وليك عباداتك وليك عباداتك وليك وما تخليش حد طول ما انتي بتعملي حاجة مش بتغضيبي بيها ربنا سبحانه وتعالى ولا أهلك ولا تقول لهم أقفن ولا تنهر هما أهلا بتعمليهم وحش ولا بتأفففشهم ولا بتبخالي عليهم لا بكلمة حلوة كلمة طيبة ولا بفلوس ولا بمساعدة ولا بأي حاجة كمني زي ما انتي زي ما انتي يا جماعة الدنيا متقسمة أرزاق مش كلنا حنتجوز ونخلف ومش كلنا حنتجوز ومش كلنا حيبقى معانا فلوس ومش كلنا حيبقى شكلنا حلو ومش كلنا حنبقى مراكز محدش بياخد كل حاجة نردى بأرزاقنا بصد إيه كده مش هلقتي يا هزاد ومش هلقتي يا الحبيبات فاصلات كده نرجع لكم منها مبس او لما قاعدوا قدامي وقلت أساميهم قبل ما نطلع من الفاصل او بعد ما رجعنا من الفاصل في البريك بتاعنا فبقولوما أساميين فبقولوما انت اخواء ايه انتو طلعتوا معانا قبل كده ايوه قدت لنا معاك قبل كده وقص بعد اياه قصرنا الدنيا والدنيا اختلفتهم لأ انتو نمرتونا بقى ربنا نخليك والله استاذ جمال قدت لنا نورنا النهاردة يا فندم استاذ جمال مؤسس المركة او البراند بتاع فيجاموض الامر بتاعنا مرنة التنة من ورانا النهاردة طبعا كده تنة وتنة اني اخوان دي ما فياش اي نوع من المال كان خالص ومرنة مصممة الازياء بتاعت فيجاموض طبعا نظر النهاردة للحلقة جدا كده فاحنا حنحول كل الهدية بتاعت فيجاموض الوقت حان على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك حان هم كانوا كورما جدا مدين ستة اسايم كل اسيمة فيجاما فيجاما بقى من اللي تعجبهم مزبوط فيجاما من اللي تعجبهم بعلوانة تعب معساة تعب كله اكيد يا ردو انتو بنوارينا للمرة التانية طلعتوا معنا من من سنة من سنة وشوية الموسم مش اللي فات لقبلي الرابع بالضبط وكنا لسه كنا لسه ستارتاب كنا لسه بنطلع وفي الحقيقة حلقة هي وبس مع ردو الشربيني هي فرقت معنا شوية لان شوية حلويني لان في عملة كتير كانوا بيجوا على الانلاين احنا انتو بران مصري احنا شفناكو مع ردو الشربيني بجد احنا متبعين ردو الشربيني احنا متبعين ردو الشربيني احنا شفناكو عن طريق ردو الشربيني وبجد عجبنا بتاعكو عجبتنا الفكرة ان انتو منتج مصري فعلا حلو جدا يا سلام والله يفرن يا حميم وكايدا دير يعني متبعيني لكلهم تريبا جنة دي حقيقة المتبعين بتوع هي وبس تريبا جنة بجموضة ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله مختلف جدا عن السنة اللي فاتت ماشاء الله كنا لسه بنستارت السنة اللي فاتت لأ السنة دي اختلفنا كتير في الديزاينز وفي خبرة بتفرق طبعا 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 بتفرق في التصميم وبتفرق في التنفيذ طبعا من انت المصممة صحيح انت بتصممي وهو بينفز ولا بيحصل ايه انا بصمم وهو مسؤول بقى بعد التصميم عن كل حالية التصميم من اول ما بصمم التصميم بتاعي فروم اي تو زي يعني هي تعملت ديزاين وانا هنفزه هي تعملت تصميم وانت تنفيذ بالكواليتي بالخمات خمات المصرية القطن المصري المحترم فعلا واتنفيذ نصنع مية في المية مية في المية لو في اكسسورات او اي حاجة كلها مية والخمات المصرية فعلا المنتج المصري لما بيتعامل بديزاين حلو وشيك ايه الأمر ده هي أمر والبيجاما أمر البيجاما دي احنا عاملين ديزاين عاملين في الكولاكشن ده معظم الديزاين تنفع بيت وخروج يعني تنفع ان انت تلبسيها في النادي يعني دي المفروض ببيجاما بس هي اكتشلي ناس كتيرة جدا بتبعت لنا بعد ما بتاخدها ايه ده انا الببيجاما دي روحت بيها النادي بوصل ولادي بيها التمارين ايه بازل الأوتوبيس او نو باصل المدرسة طب انا عندي بها سؤال خبيث كتا جدا يعني جي على بالي دلوقتي في الفيجاما دي او الطب بتاع الفيجاما تحديدا بصي فيه فاصل اهو خلاص اه لو انا النهاردة ام وفي عملية تردع فيه يعني بردع بنتي او ابني ممكن اقولك تركبيه سستة تقداري تعملي كده اه طب انتو لو عملتوا كده انتو عارفين بقى انتو هتبقى تلاتة في واحد ها هنسرق الفيجاما هتبقى في جاما بيت في جاما خروج للي بتردع ايه رأيك فيها احنا كل ما نيجي على الهية وبس ردو الشربي ردو الشربي ردو الشربي هتبقى الشريكة معنا يا جماعة حلوة 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 ما شاء الله ده تصميمك انتو ده ايه بقى التصميم معلش افهم ده المفروض ان هي بيجاما اه فيه ناس بتلبس البنطلون على سواتشرت اسود وتخرج بيتروح النادي عادي جدا وفيه ناس بتبعت لنا صورة وهي لابسة السواتشرت على بانطلون سفورتيف اسود وتبقى خارجة بيه وتقول لنا بصوا انا خرقت بيها وانا مبلبسهاش في البيت بس وانتو ملبسانا بقى ايه لك لوكا اللي كلوكا البوتس دي اللي هي بتلبس في البيت اه اللي هي شتا شتا بقى شتا بقى شتا بقى شتا شتا انا حسيت انها حتيك دعوك جنبنا عكنا بقى دي خامتها ايه دي خامة اه قط ميلتون بس قط مصري 100% والكواليتي بتاعته فعلا طحفة بتتفقوا على خامة البجاما قبل ما انت تنفس بتتفقوا انتو بالتنين لا انا هو انا التصنيع بتاعي بس بنبقى في ديزاين يعني مثلا بننفس دي ديزاين هتتعامل مثلا ماتيريال صوفت ده ديزاين هيتعامل حاجة ماتيريال تقيلة بس انا الاستخدامي في التصنيع كله بيبقى الكواليتي هي سابتة ستاندرد حاجة اساسية عندي التجهيز بتاعها وعلى الحلاوة طب انا الوقت كنت مسكة الكارد لكي كنت بتاكد الاسيما بيجاما كاملة اللي هو الطب فور فانس طب انا بس اتاني بقى هقول ست هدايا من بيجامو دا هنحط دلوقتي او زمنهم حطوا البوست بتاعهم على هي وبس على الفيسبوك بيجامو دا بقى دا ايه دا مثل امتلي ايه هنا دي بيجا بيجا اي تي ات ليه بيجا اي تي ات هي بيجا اقتصالة ايه لبيجامو دا ايوا 88 دا ايه 88 دا ايه اي تي ات دا يعني 歌ج it يا سلام يعني هي بتعملناها يا سلام 8 Sherlock 8 حاجة ما حدش هابلة مولادها ولا العشوها ولا العزوها حاجة ما حدش هاملة 100 والحاجات دي دي خلاص ايه Украї هل نكتبلهم 2021، لا، يعني الجديد هناك ناس تبقى مش عايزة متقايدة باسم البراند على الفريجاما آه، مظبوط، أنا من الناس يعني حطينا نوبر جنب اللاترز عشان تبقى ماشية حاجة ستايل كده لوحدها حاجة لوحدها، بس مش عقبكي طبعاً أمر، المقاسات عندنا أخبارها إيه؟ موجود كل المقاسات كل اللي هم من ميديم لارج من إكس وإكس لارج والغرابة لو طالب أكبر مقاس عندنا بيلبس مية وعشرة كيلو واو! بيلبس يعني أوزان كبيرة شوية أنا عايز أقولك على حاجة بقى إن لما طلعنا معاكي قبل كده كنا بنعمل أكبر مقاس عندنا بيلبس لحد تسعين كيلو وانت قلت لنا أنت لازم تعمله مقاسات بالزبط من بعديها والله خمسة في المية وانتو خارجين كده مانا وتك أرضو عدا تخوش شويكا معك ضرف أزرق أي خلاص يا ربنا يهنيوك يا رب ويسعيد ما طلعيه في المقاسات كبيرة بعد ما بعد الحلقة بتاعتك وباعت طبعا ماشا الله أنا عايز أقولك إن المقاسات الكبيرة بتتباع أكثر من مياه ما شاء الله ما بقى أكلمين يا مرن بقى عن الوشوش دي كلها شوفي جننتين ما بقى الوشوش دي عايز أكي من بعض وشوش بقى كده وشوش ها ممكن تحطي عليها أغنية ميت ويش يا أرحمات دي كف أفكار لذلك أن النقش دي أو الستايل ده طالع موضة كمان جدا طالع موضة في البيجامات ولا طالع موضة في كل حاجة في الخروج وبيجامات وست وأنتم لبسين عليها جزمة عشان تقصدوا أنها تقدر تخرج وتنزل بيها هي بيجاموضة عليها سلوجان هي مش للبيت وبس يعني مش للبيت وبس دا سلوجان آه هي وبس ومش للبيت وبس نعمل نعمل تعاون سنائي بس ملكش دعوة بقى بأي حاجة هي وبس وبيجاموضة مش للبيت وبس يا سلام طيب كنا بنرجع تاني للمعاسات أنتوا قلتولي من ميديم لحد اتنين اكس اللي هو بيلبس مية وعشرة مية وعشرة كيلو الغلابة لسموها الأخبارهم ايه بتتعامل بس بتتعامل يعني بالأوردر يعني لو حد قال لي مثلا أنا وزني أقل من خمسة واربعين انا بعمل بنعمل سمول حلوة قوي دي من فيه منها قلوين ايه لا هي اللون لا ليه ليه لو شخص زي من بيسر مودي يعمل ايه بجد اه بجد يعمل ايه بجد يعمل ايه يعني دي لو كانت اسوة او ابيض بصي لو كانت ابيض وحلوتها مع حلوة البنت اللي لابساها بس هي اللون الابيض مش عملي قوي بيه بقى بالضبط في الهوم وير في الهوم وير بيتوسق بسرعة وعملاته كل حاجة بتتوسق بسرعة بس الابيض بزمتني وبعدين نفاق ما هديه فتح يعني هنا الوقت لو انا باخد حاجة بصالصة تماطم ولا حاجة ورح يتوقع علي حباب بكل حالاته يا جماعة لا بس انا اللي انا عرفته من خلال بيجا موضة ومع الستات بالذات ان الفواتح عمتن في لبس البيت مش عملي ومش بيبيع وما بيتطلبش كتير ما بيتطلبش كتير معقول اه طبعا بالعكس لانها واي قاعدة ممكن لو اي طراب اي حاجة طب اخد الفكرة دي هناخد منبع الافكار ربا شربين اش حصل وكسبت والحمد لله خب بقى مني اعملوا اللاين فاتح اعملوا اللاين فاتح ما تعجبوش منه كتير بس اعملوا اللاين فاتح لانه بس انت الابيض عليكي بسم الله ما شاء الله عمل ازاي برايت واحدة عروسة عايزة تقف الشتة وعايزة تقود لجوزها بحاجة مشرقة خلاص ما تقفلوهاش عليها بناء على طلب رجو الشربيني فايو بس بيضاموضة ثام اللاين شكرا شكرا ده اللي اسمه تاي داي تاي داي اه ده امر ده تبعا عملنا منه الوان ولا هو برضو نفس الوان ايه بقى الوانه الفستان والبينك لا ده احلى معطي انا عمل هتشوف يوم داخل علينا اه بس ده لونه امر وهي امر انت امر وانت صديقة البرنامج قلت بتيكي كتير مزبوط طيب هل ده متبطن من جوه اه ولا قطني ميلتون بيبقى ليه طبعا من جوه اه اه يعني بيبقى ميلتون مبطن من جوه يعني بيدفي اه بيدفي شايفها من بره القماشة نعمة اه بس من جوه مبطنة فيه وبر طيب بيجامو ده بيعمل حاجات كاستمايز كاستمايز لا يعني لو بخصوصة لو واحدة جات قلت يا جماعة انا عايزة اللون الفحلقي منقط ببنبقي ومن فوق واسحهم ومن تحت دي حطولي شخليل يعني يا حر البنت بيبقى صعب صعب انها نكاستمايز الديزاين ليه هي بس ايه الامر ده خطيرة رائع دي قطيفة دي قطيفة دي قطيفة وقطيفة يا رزوة دي الاتنين وش يعني دي من جوه قطيفة ومن بره قطيفة عشان تدفي مش القطيفة لها وش كتير يعني احنا الشتوي ده عامدين تقريبا 20 لا لا 20 دي حاجة و40 عامدين كتير اصلا احنا كل شوية بنها مستايد يعني 27 25 في 27 تاني انت بتاعد تصميمي في قدي عمد كتير والله انا 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 بات اللي وراك يا ميرنا بليز عايزين ديزاين الصيفي عشان حوالي برضو الصيفي احنا نجلس الصيفي من دلوقتي حوالي 50 60 موديل فانا عايز تفضلي نفسك بقى للموديلات دي 50 60 موديل ماشاء الله ده مش بيدف عادي ده بقى ده بقى خلاص والبتاع في الرجل ده من عندكم لا مش من عندكم لا بس احنا عندنا حاجات كده بس ده مش من عندنا يعني في حاجاتها تطلع الوقتي من عندنا كمال ايا جابة ده من عند مين من عندك من عندك انت ايوة انت بقى عارفة انت جابة منين اه انا عايزة ادولي ايوه حال نشتري خلاص رضا اشتري دي في منها الوان اي بقى لا ديني بيتي بس اي حج هو كله انا دي عجبتني بس مسلا عايزة انا زيتوني احنا لما اول ما عملنا في جامو ده كان كل فيجاما بنعمل منها كزا لون حلو ودي بصراحة كانت غلطة ليه دي غلطة كبيرة ليه لان الكلين بتشوف مثلا الفيجاما دي فيها ثلاث ألوان او اربع ألوان انت عاجبك لون واحد بس فكل احلى لون دك اغلب العملة بيشتروه والباقي بيختاروا احلى لون والباقي ما بيباعش ولين يعني احنا بنكتر في الديزاينز بنكتر في الديزاينز افرد يا سيدي انا التصميم ده عاجبني بس انا مثلا مش بالبس مثلا انا يعني انا في النيبيتي تمام بس افرد انا مش بالبس نبيتي طب انا اقولك النايت شورت اللي كانت دخلة بيلي مع الاسود ده احنا كنا عميون الاول رماضي بس بناء على طلب الناس وكان عامل الحمد لله بومنج 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 اه بناء على طلب الناس كله كان عايز طب في منه اسود في منه اسود في منه اسود اتسألنا على الاسود كتير فانا عملت منه الاسود كان لازم انفذ منه الاسود لانه طلب كتير خلاص بقى امر واقع ده خلاص طلب منه كتير خرج ولم يعود بالظبط دي الكاوبرينت دي عندنا منها لون تاني برضو لون بينك في ابيض بينك برضو انت يمرنا عليك حاجات غريبة حلوة قوي قوي ودي من جوة يا ردوة برضو يعني الكابيشو بتاعها بصي مبطن فره اه انا شفت ممكن تواريه لها يا مني انا شفت انا شفت معلش هو في حاجة من قدام بينك البسي ايوا البسي بقى وعمليني بقى فيها قطة بقى وانتي ماشي ايوا اوري لهم القطة ايوا كتفضل اتفضل اتفضل اتحكوا على ايه اتحكوا على ايه هي شكلها قطة فهنا السؤال الاخير وانا بختار دلوقتي بيزامة من بيزامودا حابقى فاهمة انه انا ممكن اقعد بيها في البيت وممكن اخرج بيها ايه اكتر المدلات اللي عندكو في بيزامودا من الحاجات اللي احنا شفناها تنفع الست يعني قولا واحدا يعني هتبقى حلو قوي في البيت والعيون كذا موديل والازرق الاولاني والازرق الاولاني ده ممكن يبقى فيه قوالاني ده يعني ممكن بس ده يمشي كده يمشي بس الاربع فعلا موديلات اللي انتو قلتوهم فعلا قولا واحدا يقدروا تقعب بيها في البيت وتقدر تروح بيها نادي في التمارين وهي قاعدة باشا حتى رجل على رجل الازرق الاولاني عاملين منه كذا لون ولا برضو لا هو لون الازرق هو لون الازرق هو ده أحلى لون فيه هو ده هو ده الكاتشي فيه ده اللي ملفت يعني ده ده رأيه تاني رادو رأيتنا النهاردة اعملوا حوار السوستة ده ماشي اعملوا حوار السوستة واعملوا لين قولا جيل كده للفواتح للعرايص ها واستضيفكم من السنة الجاد نقطع الهدايا بقى حلس انا بعمل للمستقبل بعملوا مستقبل بتاعكم مستعملوا معينا بقى إرادو البنات بقى جمهورة حبيبنا لقمر اتفقنا ان شاء الله نمرتونا النهاردة ربنا خليك يا بنا ويا رب تنجحوا أكتر وأكتر وأكتر مش سيبوا جمودة على الهدايا الحلوة اللي احنا حنهديها لستات والبنات حبايبنا واختاروا بقى اي بجامة هيجبكم بقى وهم هدوا هلكم شادت يا عزيزة و بناتي الحبيبات فاصل قسيلي جدا ونرجع عليكم من هي انا بحب الفقرة بتاعتها لانو انا بحبها جدا 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 لكن انا النهاردة حبيتها ضعفين ليه لانها كانت السبب انو هي تبقى موجودة ضيفة عزيزة عندنا مع احدى مشاهدات هي وبس دكتر طهرة لجي تحتك منوورونا النهاردة يا فانس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والناس كلها بتحبك وانا اقولهم ربنا نخليك يا روح علم منوورنا يا امر يا امر الزمان والمكان منوورنا كنا منتكلم مع دكتر طهرة فهي رح تقالت ايه الست فوق الخمسين سنة التجعيد بس 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 احنا نحقن على الهوا عشان نعرف الست فوق الخمسين سنة مرفوض تعمل ايه علشان تثبت بوشه فرحة دكتر طهرة ايه خلاص انا منووروش هجيب هاتون انتم بقى من عندكم حطوا البوست على الفيسبوك حطينا البوست نقينا الامر اللي معانا ويا شكلها بسم الله ما شاء الله ما يديش حاجة خالص بسم الله ما شاء الله ولا خمسين ولا حاجة فضل يا دكتر نبص عليها كده لو نقدر نجيب الكاميرا على الوش من هنا ل هنا حريك ممكن ما تبتسميش ايوة تمام هي عندها 56 سنة وخصت كتير في الفترة الاخرانية واكتر حاجات زي ما حضراتكم شايفين ممكن ان احنا نقول انها محتاجة شوية يعني تحسين هي التلات مناطق دول منطقة تحت العين المنطقة دي والمنطقة دي بس خليني اقول لكم حاجة مهمة جدا وعيب كبير قوي بنشوفه الفترة اللي فاتت في وشوش ستات كتير ان احنا لما نكون قردي الخد مليان وانا اجي احقن فاغير ارفع كل ده بالحقن بعمل كورة هنا بيبقى المنظر عبارة عن كورتين ماشيين وده قره ناس كتير قوي في موضوع الحقن ليه لان المطلوب من الحقن مش ان انا ابقى اصغر من سني هو المطلوب من الحقن ان شكلي يبقى فرش ما يبقاش عيان فاحنا لو حنبص كده حريك بصي قدامك يمكن السواد الكتير اللي تحت العين يمكن الخط اللي نازل قوي ده مدي احساس هنا مدي احساس ان احنا تعبنين هنا مدي احساس ان احنا زعلنين فاحنا حنحسن الخطين دول شوية ونحسن تحت العين شوية مش بنحسن بصورة رهيبة ليه لان لازم اكون من الزكاء اننا لو حسنت قوي حتخن الخد قوي وده قصاد كده حيبقى الشكل وحش قوي وصناعي قوي فحنمسك العصاية من نص يا ردوة ان شاء الله في خمس دقايق مع بعض كده ونحاول نجيب نتيجة لطيفة في الثلاث اماكن دول وححاول ربنا يساهل وريكو الفرق بين اليمين والشماء ان شاء الله تفضلي حضرتك تفضلي وحيك بقى بتحقيني حالك ممكن تقولي حالك هتعملي ايه بصي بقى حبت اه تفضلي انا هقول انا عارفة انك مش عايزة تبصيلي يا ردوة بس ايه بس ان شاء الله باذن الله باذن اللي هيخترعولك حاجة غير الحقن قريب ان شاء الله قول يا رب ونعملها كلها يا رب بصي استرادو انا دلوقتي بحقن تحت عينها ودايما بنبتدي من فوق لتحت يعني لما بيجي حد ظروفه المادية مش تمحة انه يعمل فوقه في النص وتحت يفضل جماليا دايما اننا ابتدي بفوق اللهم صلح الحمد لله ان يعني في حقن كتيرة قوي في الماركت ما فيها فيها بنج فما فيهاش وجع كتير زي زمان فالحمد لله زي ما حضراتكو شايفين هي اصلا ست جميلة وروحها جميلة وفي نفس الوقت الحقنة منها فيها بيبقى فيها بنج فان شاء الله بإذن الله الالم بيكون فأضيق أضيق الحدود الحقنة اللي تحت العين مزيتها يا ردوة انها بتعيش لو انت سنك صغير في حدود السنتين لو انت سنك اكتر شوية سنة ونص أو سنة يعني اكتر منطقة الحقنة بتعيش فيها هي العين اقل منطقة الحقنة بتعيش فيها هي البق وحبيكة الوقت بتقولي اللي هو انا بخلص لسه في العين ماشي انا مش افاكي بس انا سمعك بصي بقى حدرك عايزة بس اسأل في سؤال اسأل يا روحها جميلة هي بتقولي اكتر منطقة تحت العين هي اللي بتعيش فيها في السن الصغير السن الصغير اللي هو يعني لغاية سنة 40 شكرا لغاية سنة 40 يعتبر سنك سغنة جدا شكرا ألف شكرا وبعد الاربعين وبعد الاربعين خلاص بس خليني بس خليني رضو اقول للناس يعني ايه قاعدة مهمة جدا في اللحاء طب هيك أول ما يبان علينا مشكلة لو عالجناها بسرعة بنحتاج حقا أقل وبتعيش معنا أكتر كتير جدا أول ما الدرس بيسوس لو لحقتي السوسة الصغننة في أولها ايه اللي بيحصل يا رضو صحيح صحيح فاهمة قصدي صحيح ما بنحتاجش ان الدكتور يتدخل تدخل كبير صح ولا غلط لكن أول علشان الناس اللي هي تقولك ايه ابتدي بدري كده انت عايزاني ابتدي بدري كده اه انت كل ما تبتدي بدري كل ما النتيجة كانت أحلى الجلد اتغذى أكتر ليه لأن احنا بنحقن معظم الدكتورة بيحقنوا مواد طبيعية فيها مادة الهاليرونيك أسد الطبيعية المادة الطبيعية دي مش بس بتملى هي بتملى وبتغذي رضوة في نفس الوقت فالحقيقة ان ده بيفرق معنا جامد جدا في شغلنا خلينا ايه اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد ايه انا عايزكي بقى تبصي معي بصة كده رضوة وتقولي لي اه تعالي بقى ايه نقارن الناحية اليمين بالناحية الشمال في جميع طبعا الشغل لسه المادة بتعيش وبتخش وبتحلو وبتغذي بس انا عايزة هوا مبدئين كده انا شايفة تحت العين بصي 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 واجعت واجعت بقى امانة قولي اه قولي اه ولا لا ده اكيد واجعت بس اتي مش عايزة لا امواجعت حدريك ممكن ما تبتسميش انا عايزة بس الكدر تعالي بقى يا رضو ان نبصي حبيبتي مع بعض كده ونتكلم لو ممكن الكدر يبقى على وشها من قدام لا حيك ممكن ايوة 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 بصي حريك بقى بصي لهم ايوة بس ايوة بس شايفة الفرق الراهيب بين الناحية اليمين والشمال شايفة الليفتنج اللي حصل الشدة بتاعت الوش ده كله ترفع الناحية دي بصي الناحية دي الدنيا ترفعت ازاي بصي انا حقنت تحت العين ايه بقى فيلر اوكي فيلر بس الشطارة في انك تختاري نوع الفلر المناسب لكل واحدة والنوع اللي احطه تحت العين غير اللي احطه هنا غير اللي احطه هنا ده بيجي بالخبرة اوكي بصي بقى يانا هرقابي بص هيك بفورا افتر اهو طيب بصي بقى احنا عايزين برضو تاني تاني نجيب صورتها بقى عشان نتكلم ايه اللي حصل بالتفصيل في كل حاجة لو ممكن ايوة دي الصورة هي دي الصورة القديمة بصي بقى هنا بصي هنا بصي تحت العين اللي هنا تعالي بقى نبص الناحية دي ونقارن بصي الخط اللي تحت ده اكتر حاجة بينة في الصورة ايه الخط اللي تحت ده رهيب بصي الخط ده وبصي بقى تحت عينها حدرك بصي كده للكاميرا ابصي ايه دا انا مباهرة بصي اللون بتاعت عينها يا ردو بصي اللون بتاعت عينها بصي ملت ازاي اصلا تحت العين بصي الخدة ترفعها ازاي حسب بالفرق اخدنا وقته ازاي اللهم صلي عن نبي أخدنا تقريبا خمس دقايق علشان خاطر نعمل الفرق بين ناحية اليمين دي احنا طبعا بعد لها بحيك حتى حقنين لها الجزء التاني طبعا يا سلام على عيني وعلى راسي ومالحسبة دي بنتنا طبعا ايوا خلي وشك كده علشان خاطر الكدري ياخدنا بصي فرق الألوان أنا عايز أكلم الناس عن الألوان شوية ممكن طبعا بصي اللون بتاع تحت العين اليمين والشمال بصي اللون بتاع الصمار اللي هنا والصمار اللي هنا اختفز زي رضوة لأن النظارة في أن لون احنا زي بالضبط ايه عرفة الحفرة عن الرملة لونها غامق وتمسكي الرملة فيها تطلعيها تلاقي أن رملة لونها دهبي صح ولا غلط هي الفكرة في انعكاس الضوء في الحفرة هو اللي بيغمق بصي اللون هنا فتحي ليه اللون هنا فاتح عن هنا ليه واللون هنا فاتح عن هنا ليه لأن انعكاسات الضوء اتغيرت زائد أن المادة بقى كل ما هتوعد حيك قصدك لانا محرجت برة أيوة بانت بانت السواد اختفى السواد يا رضوة بيختفي زي بزبط بقولك انتي وانتي على الرملة بتبصي للحفرة تقولي هي الرملة اللي جوه الحفرة سودة كده ليه والرملة اللي عشط دهبي لا هو انعكاس الضوء في اي حفرة بيدي زلال فبيدي ضوء غامق فاحنا عندنا في المنطقة دي لو بنبص من المنطقة تحت العين دي افتح ازاي في ثواني هل ده كل الفتحان لا ده لسه المادة هتعيش وتغزي اسبوعين ثلاثة وتحت عينها هيفتحها اكتر بكتير طيب حضرتك جالك سؤالي الاسبوع اللي فات او الابل اللي فات الابل اللي فات لما كنا بنتكلم كان فيه واحدة بعتلنا رسالة انها مدخنة اه فبتقول لحضرتك انها سمعت انه التدخين ايو بيكسر الفيلرز لا هو مش بيكسر الفيلرز هو كل ما تعرضنا لعوامل بيئة صعبة زي السترس وزي الزعل وزي تغير في الهرمون وزي يكون بيئة ملوسة كل دي عوامل بتخلي الفيلر يكسر اسرع شوية لكن الفكرة في التدخين مع البق واستعمال البق بصورة منتظمة في التدخين بيخلي الفيلر بتاع البق بالذات ما يعيش بالصورة الكفلة لا هي كان بتصر انا فكرة كويس على تحت العين تحت العين لان انا فكرة الرسالة بتاعتها هي بتقول ان الدكتور بتاعها كل شوية بيقول لها ان هو هيحقن لها علشان خاطر هي بالدخل يمكن بيحقن نضارة فيمكن ده اكيد مع حق لكن لو بيحقن فيلر الفيلر يعني لو مقعدش خالص تحت العين هيعد سمع يبقى النوع الفيلر اللي هي بتحطه لا ممكن تكون بتحط نضارة وهو بيعايز يعمل لها نضارة باستمرار علشان خاطر هي بتدخن فهو مع حق لكن فيلر لا اصل فيه فرق بين الفيلر وبين النضارة اللي اتنين بتعملوا تحت العين او الله انا النهاردة عملت لها فيلر بس احنا عندنا مقايز طولية ومقايز عرضية الطولية كل ما كان من منبت الشعر لبداية الامر كده خلينا كده بعد اذن كده قرب من هنا لهنا قرب من هنا لهنا كل ما ده كان مقايز جمالي مظبوطة جدا وهي عندها اللهم مبارك انت نفسك قلت اول ما شفتيها انت بتبقي شايفة حد ومش فاهم هو حلو ليه فيه ناس بقى بيبقى عندهم الدقن صغيرة قوي او الدقن راجع الورا قوي بيستفيدوا قوي ان احنا نزقها لقدام فيه ناس الانف بتبقى مفطوصة شوية اول ما برفع سنة بروحة ليا دوتر بيحسن مقايز الجمال جدا تعالي بقى نبص على مقايز الجمال العرضية المفروض من هنا لهنا يبقى قد من هنا لهنا وده قريب وموجود جدا تعالي بقى بالطول هنا نشوف مناخرها عريضة زيادة وبقها عريضة زيادة ولا لا اخد خطين كده الاقي ان ما شاء الله ما بين العنتين المناخير مش خارجة برا لخطين شايفة والبقه اكبر وخارج برا معناها ان انا من قايز جمال ساروخ هي فضلها ايه فوشها بقى يا ردو ايوا هي فضلها فوشها ان احنا نعمل شوية حاجة كده هوا شايفة تهديل الجفون ده اه وده ليه حل اه ده له ثلاث حلول افضل حل الجراحة احسن مني الجراحة احسن مني فاللي ظروفه المادية والنفسية والوقتية يسمح انها تروح تعمل جراحة احسن مني اذا ما تسمحش انا هرفع سنة بالبوتوكس سنة صغيرة لان ما بحبش الرفع قوي من عند الحاجب اه سنة كده سنة اه ماشي كده سنة اه كده سنة خلاص وهعمل لها بجهاز معين هنا هو نوع من انواع الليزر تقعد متعورة يا جماعة على الاقل اسبوعين عشان بيجولي العيادة يقولولي بس معنى ده كاترة بتتكلم على الجفون وكذا وكذا بس الناس ما بتقولش ان هي محتاجة اسبوعين علشان الليزر في الحتة دي بيسيب علامة من اسبوعين لشهر وبعد الشهر بتروح اه طبعا بس بصي انا لما اعمل فيلر هي ممكن تخرج النهار ده بالليل صح ولا غلط يعني نهار ده شكلها تغير صح البوتوكس بعد خمس ايام شكلها بيتغير اما البوتوكس بيقض خمس ايام وشكلها الله هو اكبر يتحسن خالص يعني نتيجة البوتوكس تبان بعد خمس ايام صح كده الفيلر وقتي وقتي حيلا واحلى شكل بعد ثلاث اسابيع ليه عشان بحط مواد طبيعية حدا غزي وحتخلي لون البشرة يبقى احلى واحلى اوكي فهمتها اما الجلسة اللي انا عايزة عملها لها هنا للجفن دي انا عايزة من اسبوعين لشهر ما عندهاش خروجات ما عندهاش تلفزيون ما عندهاش ايفنت مهم بس الميزة في ايه الميزة ان الجلسة دي هتعيش معاها سنتين وثلاثة فهمتها سنتين وثلاثة ده بالنسبة للجفن بتاعها هي بقى محتاجة هنا شوية نضارة للقورة ليه لان هي استنت كتير على ما الخطوط دي بصي شايفة يا ردوة الخطوط بين على الكاميرا عندنا الخطوط دي وده اللي انا بقول للناس اللي مهتم اللي مهتم ما يستناش لغاية ما الخطوط دي تطلع بنحط مادة بتغزي وبنحط بوتوكس خفيف انا بكره البوتوكس الصناعي اللي هو تلاقي اللي هو البابي بوتوكس ايه اسمه البابي بوتوكس البوتوكس انا اول مرة اسمع كلمة بيبي بوتوكس انا اسمهتها اول مبارح اه لا معرفهاش بس هو يعني بصي في المسميات كثيرة ليه مش كمية كبيرة اه اه هي مش كمية كبيرة اه هو احنا بنسميها ميزو بوتوكس احنا طول عمرنا بنسميها ليه العاملة زي الميزو سيرابي اللي هو غيزة فاهمت زي بس هما كل شوية بيطلعوا زي البنات لا اصلا سألت ساحبيتي قطيها ايه ده بيتي شعف ايه في اصلا عندي برضو قطيتي فردت زي بتاقيتلي حتيت بيبي بوتوكس اه هي يمكن سمته يعني يمكن نونو بس اسمه لذي بيبي بوتوكس عارفة زي ايه اللي طالع مودة قوي دلوقتي اللي بقالنا سنتين يجوا يقولوني يعمليلي راشن لبس الشفاية في الروس بس اوقفي هن اوقفي حسن خلاص يمتيني ها نورتيني النهار الله لازي بحبت لان في اخر 3 سواني بتديني كيو ايه 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 دكتور تهراني تحقيق نورتي النهاردة يا فنم وعملت حاجة خطيرة ومعينة مشاهدتنا الامر ان شاء الله هنخلص دلوقتي فقرة دكتور تهران تكمل لها بقية الوش والنهاردة قدمت لنا حلول صحية سريعة جدا على الهوى شفنا النتيجة وقت زي ما بيقولوا ما قبل وما بعد لكل السيدات فوق الخمسين او السيدة اللي عندها فيه وشاء كثير من التجايد مشاهدت يا عزائلات وبناتي الحبيبات فاصل خصير جدا نجعيكم من هي وبس طول الوقت بتنورنا بتصرفنا مش بس بوجودها لكن كمان بعلمها من يوم ما داخلت هنا وهو طول الوقت الناس بتسأل عليها دكتور صحر داود بنورانا النهاردة يا فنم شكرا دكتور صحر داود استشاري طب نفس أطفال والنهاردة هنتكلم عن اضطراب اسمه A-D-H-D أمينة خليل كانت عاملاله مسلسل النموذج الطفلة الصغيرة وهي لما كبرت او هي كبيرة والناس من بعد هذا المسلسل حصل موذة كده أنا عندي A-D-H-D على فكرة دا اللي عندي على فكرة دا اللي عندي على فكرة بنتي هي بنتي عندها المرض دا لحد عارف ايه ايه المرض دا ولا اضطراب في ايه وانا اكتشف ازاي ابني فانا عايزة الاول نعرف ايه هو الـ A-D-H-D وازاي اعرف ان ابني او بنتي مصابين بهذا الاتراب طيب خلينا نقول الـ A-D-H-D هو بالعربي تشتت الانتباه وفرط الحركة ممكن يبقى تشتت الانتباه بس او فرط الحركة بس او الاتنين مع بعض عشان نشخص الحالة دي اول حاجة بيبقى فيه ست اعراض من مثلا تشتت الانتباه ولازم يكونوا ستة على قل موجودين انه مثلا ما بيهتمش بالتفاصيل ما بياخدش باله بينسى الحاجة في المدرسة مثلا لو بيعد على حاجة مدة طويلة واجب ما يقدرش يعد عليه مدة طويلة مايركزش مثلا في اللعب اللي هي زي بنك الحظ كوتشينا اي حاجة يعني عايزة زمن يتقلل حاجة كأنه مش سامحها مهم انهم يكونوا ستة من دول او فرط الحركة اللي هو انه مايقدرش يعد في مكانه على طول اللي عارفة اللي هو بيتلقلق كده على الكرسي مندفع ما بيسمعش الناس يبقى بنقول كده بيتحرك زي القطر ما بياخدش بالهم اي حاجة يبقى قاعد مثلا مفروض في مكتبة وإحنا عايزين هادين وبتاع هو يبقى بتنطط على كل حدة لازم يكون الاعراض دي موجودة على ألف مكانين ماينفعش مثلا ان تكون في المدرسة او في البيت بس لازم تكون في مكانين على ألف ومع أشخاص مختلف وفي النادي ومع يروح عند جدته كل حاجة زي الفل يبقى ده ساعتها منفكر يمكن يكون سلوك والطفل بيعمله في البيت علشان أسباب معين أو مثلا في المدرسة بيعمله في المدرسة عشان نفترض مثلا ان الحساب صعب عليه فيقوم عامل الحاجات دي كلها في حصة الحساب عشان ايه المدرسة تطرده برا فيبقى كده ماينفعش لازم في مكانين ومع أشخاص مختلفة يعني مش نفس الشخص فرزي مثلا مامته مثلا مدرسة في المدرسة وهي في البيت كمان لو بيعمل معها هي كده بس ماينفعش برضه نشخصه ولازم يكون الطفل أقل من 12 سنة علشان نشخصه ولازم كمان مايبقاش عنده مثلا يعني نفترض ان الحاجات دي كان بسبب انه زكاؤه مثلا أقل شوية من العادي ماينفعش برضه لانه ممكن تكون الحاجات دي نتيجة الزكاء الأولي فلازم نعرف هل هي يعني أنا مثلا ينفع أقول لواحد أقعد كويس من غير مايفهم يعني إيه كلمة أقعد كويس ولازم يفهمها الأول فاحنا عشان نشخصه بيبقى برضه مهم ان احنا نعمل اختبار الزكاء ونتأكد انه الأعراض اللي عنده دي مش بسبب ان الطفل ده أو الطالب ده مش فهم هو إيه وبعدين بعد ما بنعمل كل ده فرزي مثلا ما بيأثرش اللي عليه في المدرسة ولا على درجاته ولا على تمارينه وشاطره ومتفوق وعنده صحابه وكل حاجة برضه ما يتشخصش لأنه لازم يأثر عليه سواء كان بقى في المستوى الأكاديمي سواء كان علاقاته مع الناس سواء كان انه هو مثلا ما بيتمرنش وبيعرفش يتمرن وبعد ما نعمل كل ده بنحط له درجات يا إما درجة بسيطة يا إما متوسطة يا إما شديدة ما فيش مانع أن حد يبقى مستوى زكاءه ليل وعنده ADHD بس لازم هنا نلغي أنه حسب المستوى النمائي أو حسب مستوى العقل يعني مثلا لو واحد عنده نفطرت ست سنين ومستوى زكاءه قد سنتين أنت بتوقع أنه هو يتحرك في كل حتة ولا لأ هيتحرك يبقى ساعتها ما نقدرش نديش تشخيص ده يعني عملية التشخيص مش شهلة لا مش شهلة أي حد كده بتحرك نقول إيه ADHD طيب أنا نهارده لو شكة في أي حاجة من الحاجات اللي حضرتك بتقوليها في ابني أو بنتي المفهوض أن أنا أعمل إيه أتجه فين أروح لمين هيروقتي يبقى لي اختبار زكاء هالاختبار زكاء ده موجود على الانترنت على جوجل ولا أنا محتاجة أروح لدكتور دكتور إيه لو شكينا أن ابننا عندنا حاجة من الأعراض اللي احنا بنقولها دي لازم يتوجه لحد طبيب نفسي أطفال هيتعمل التقييمات اللازمة ما هو التقييم مش بس اختبار زكاء ده احنا بنعمل اختبار زكاء بنعمل اختبار للقدرات الأكاديمية لأنه ممكن يبقى هو ده اللي مدايقه بنعمل بندي مثلا زي كده استبيان للأهل يملوه مين مين إحنا الدكاترة لبقتي إحنا الدكاترة دي دي كلمة يعني يعني في اتفاضة جدا لازم دكتور نفسي أطفال دكتور نفسي أطفال تمام هو اللي يشخص لأنه التشخيص ده حاجة بتتم مش زيارة مثلا ربع ساعة عند الدكتور ويديله ويقوله ايه دي هاتش دين ده احنا بنقعد مثلا 3-4 ساعات ونشوف الولد يعني أول مرة يجينا بيبقى جميل وهادي واحد عالكورسي وبيسمع الكلام وكل حاجة فدي لازم تشوفيه على كذا مرة وتعمليله كذا تقييم وتدي الأهل وتدي المدرسة حاجات يملوها علشان تتأكدي موضوع مش سهل وبتعادي مع الطفل أول مرة من 3 ساعات لا على كذا مرة أول مرة الساشن أو الجلسة قديت يعني من 45 دي أقصى حاجة ساعة وبعدين تأخذي القرار وحداتك قعدة في الأول ولا بتنتظري شوية جلسات لا باستنى لما أعمل كل تقييماتي دي وأخذ كل الحاجة من كل الناس وساعتها تدي التشخيص مش حاجة اسمها تشخيص كده من أول مرة لا يبقى فيه شك لكن مش تشخيص هل يصاحب التشخيص أي طلب من الطلبات بتاعت الروح يمي تحليل كذا أو رسم مخ كذا أو عمليلي كذا أو أشاعات كذا صحيا يعني قصدي لا في حالة الـ ADHD إلا لو كما يصلاحنا شكينا أنا في حاجة وراسة يعني مرض وراسي أو مثلا شكينا إنه لا دا الولد دا لما خدنا مثلا التاريخ المرضي من الأهل إنه هي حصل لها مثلا صعوبات في الولادة أو الطفل مثلا كان مولود بدري عن معاده فأنا شك إنه يمكن يكون المخ النمو بتاعه ما حصلش كفاية فأطلب ساعتها أشعة على المخ لكن مش في كل الحالات الأغلبية بتبقى نهايك بتطلبي ولا ما بتطلبيش لا ما بطلبيش طيب جلسة الاختبار دي بيحضر فيها الأهالي بيحضر فيها الأهل ولا الطفل فقط لغير حسب سن الطفل يعني لو الطفل مثلا أقل من ست سنين آه ممكن الأهل يحضره طبعا يعني أنا مش هاخده من بين ما هو يعني لسه صغير ومتعاود على أهل وإلا كده أنا حقول إنه هو بيعمل السلوكيات دي نتيجة إنه هو ساب الأهل تشخيص دي عارفة عامل زي إيه زي البوزل كده بتحطي كل قطعة لحد ما تكملي الصورة لكن لو أي حد بيبص على الولد ويقول وكده يبقى ما أكملش الصور أنا لازم أكمل الصورة بالزكاء بالمستوى الأكاديم بالأهل والسلوكهم إيه بتعاملوا مع الطفل إزاي مع المدرسة وإزاي المدرسة لما رجعتلي الاستبيان ده خدت بالي إنها لأ واخد بالها من الطفل ومن تفاصيل وكل حاجة هو المفهود إننا حدي كنتي بتقولي من شوية إنه يعني إحنا نقدر نحكم من 12 سنة أنا فيمت صح؟ قبل 12 سنة يعني لازم يكون الأعراض دي حصلت قبل 12 سنة طب ولو لو أنا بتديت أتنبه اتفرجت على المسلسة بتاع عمينة خليل وأنا بنتي أو ابني بعد الـ 12 سنة يحصل إيه؟ ولا حاجة بس بنسألك في التاريخ بتاعك هل أنت قبل سن 12 سنة كان عندك الحاجات دي يعني كنتي بتتحركي بتعملي يعني لازم يكون بداية الحاجات دي كلها وانتي طفلة لكن ما يمنعش ما هو فيه HD كبار بس أعراضه ما بتبقاش شبه الأطفال لأنه بيبقى عنده أكثر تحكما صحيح بس ده لا يمنع أنه هو بيغير وظائف برضو بيبقى تركيزه قليل بتعصب بسرعة ممكن جداً يبقى حاجات صغيرة قوي يبقى هو ما يلقوطهاش أو العكس بقى ياخد بالهم الحاجات صغيرة قوي بينسى الصورة الكبيرة ما يعرفش يزبط وقته يعني يبقى عنده فكرة أنه أنا هعمل إيه قبل إيه ما يبقاش منظم وارد لكن برضو في الكبار موجود طيب كل الأعراض بتاعة ال-ADHD دي أعراض عامة يعني أنا ابني بتحرك كتير أنا ابني شاقي ابني ما بينجحش في المدرسة عفواً ما بيحبش المذاكر ابني عنده أتيتيود معين مثلاً أو طريقة معينة في التعامل مع الناس ومع البنياد مين هو كده هو طريقته كده هو طلع لأبوه يعني في حاجة كدك عندنا منها كتير أنا أعرف أفرق منين إحنا زي ما قلنا كده هم أصلهم تسع حاجات لازم عنده منهم ستة في تشتت الانتباه وتسع حاجات برضو في فرط الحركة لازم يكون عنده ستة وهقولك على حاجة وصيفة أنا لو ابني ده السلوك ده خلاه ما يمشيش في المدرسة يعني يسقط مثلاً ما يقدرش يكمل في المدرسة يبقى ده حاجة بتديني كده زي إيه منبه آه منبه أو ابني مثلاً لا ده هو ده في المدرسة بيسقطه وكمان إنه هو في التمرين مش نافع يكمل التمرين يبقى فيه حاجة لكن زي ما قلت لك لو عندي بس في البيت لأ ساعتها بقى منهم نقول طب تعالوا نشوف طريقة التربية عاملة إزاي وانتوا بتعاملوا مع الولد إزاي طب ممكن ماش حاجة سريعة أن تقوليه الستة حاجات أو حاجة تقوليه ستة من تسعة أنا مش فاهمة أي برضو يعني إحنا تسعة تسعة أعراض مثلاً قليت تسعة أعراض بياخد منهم مثلاً ستة يعني زي ما بقولك كده مثلاً إنه ما يعطش في يعني تشتت الانتباه يبقى بينسى مثلاً بسرعة خلاص لما ييجي مثلاً في المدرسة الأدوات الدراسية اللي هو مسك هذي يعني ينسى مثلاً الألم المسطرة الحاجة ندارش يعط مثلاً على حاجة تسك مثلاً أو أي حاجة مدة طويلة في الدراسة ما يدارش كمان يعط على حاجة حتى في اللعب مدة طويلة ينسى التفاصيل بتاعة مثلاً عارفة عاملة مشروع على بعضه ينسى مثلاً إيه اللي مفروض أعمله قبل إيه ما عندوش انتباه للوقت يعني الوقت عنده كده إيه اللي هو ممكن دا يتعمل قبل ده أو دا يتعمل أي حاجة يرجع من المدرسة ناسي أصلاً الوجب بتاعه والمسطرة والأستيكة والحاجة إنه تكلميه كأنه مستمعك فلازم من دول يجي 6 لو الست اجتمعوا أعرف إنه خلاص يبقى دا تشتت انتباه طيب وفارت الحركة ما وفارت الحركة كمان جزء منها ممكن يجي طفل على فكرة عنده تشتت انتباه بس ما عندوش فارت حركة وبرضا حيتشخص هنا حاجة اسمها ADD يعني هنا الانتباه هو لفين مشكلة أو يبقى عنده بس فارت حركة وعادي جداً أو لتنين مع بعض فمش أي حد كده يعني اللي هو بتحرك لأنه حقيقة اللي حصل إنه فيه زي بمسميها إيه أوفر دياجنوز يعني زيادة في تشخيص الADHD وكان عند الولاد مشاكل أكاديمية ويعني قدرات معرفية أقل لو المرض ده مرض خطير يعني ممكن يؤدي في يوم الأيام إنه لو الطفل ده أو طفلة دي إحنا معالجناهمش مع تقدم السن وتقدم العمر ممكن يدفع الطفلة اللي بقت بنت أو ست والولد اللي هو بقى راجل لنوع معين من العنف الخناءات الكتير العصبيات الزيادة يعني هل ده لو ملحقناهوش ممكن يؤدي لكارثة مع تقدم العمر؟ الحقيقة الADHD ممكن يوصل لحاجة اسمها ODD يعني انفجار وعصبية وخناءات واللي هو يعني ويحس انه هو الطفل ده انه العالم بينتقم منه وانه هو يعني على طول الناس غلطانة في حقه ويتحول كمان لحاجة اسمها conduct اللي هو بقى لا يبدأ أهرب برا البيت أسرق أقذي أعمل مشاكل أحرق وممكن لما يكبر يتحول لحاجة اسمها anti-social personality يعني بيتطور وشخص غير اجتماعي غير اجتماعي وممكن بعد كده يحصل يعني ممكن نفس الADHD شوفيه طريقه يبقى وممكن ADHD يحصل فيه تدخل ويقدر يعيش حياته صح هو احنا ما مندخلش على فكرة ان احنا بناش في الأمراض يعني الأمراض النفسية يعني ما بلهاش رفاق ما فيش دوة بتخديه فتبقي خلاص كده ما عندكيش لكن بتقليلي الأعراض خليه يقدر يتعامل في الحياة تعليمي تكنيكس ان هو يقدر يتصرف المواقف اللي الدفاعية بتاعته تقيل انه تركيزه يعل طيب الADHD ده مرض احنا بنتولد بيه ولا بيجي لنا في أي عمر كل الأمراض بواجه نعام حتى يا ربي الضغط احنا مولدين بجزء جين كل الأمراض دي الأحدث نظريات ان احنا حاجة اسمها بايو سايكو سوشيل يعني جزء مننا جين وجزء مننا بقى المخ بتاعنا يعني مخ بتاعنا عامل ازاي نموه عامل ازاي قدرته على التعامل في المواقف المختلفة زكاءه عامل ازاي والجزء الثالث هو البيئة بتاعتنا عامل ازاي الناس اللي حوالينا عامل ازاي يعني مريض الضغط مثلا ما هو مولود كده صح ومثلا انه هو تحت استرس وضغطه ومخه على طول شغير اه بيشتغل طول وقت وبعدين جي مثلا اكل اكل غير صحي ما دي البيئة جاله الضغط نفس الحاجة في الـ ADHD هو مولود عنده استعداده راسي المخ بقى الجزء السايكولوجكال ده مخ مثلا حتة اللي هي الامامية دي ما حصل لهاش مثلا تطور كفاية ان القدراتي المعرفية مش كافية وبعدين الانفيرومنت ايه ما لقيتش مدرسة يفهمني ما لقيتش بيت يفهمني ولا صحاب ولا حاجة فالموضوع بيتطور بس طيب نرجع تاني لطريقة العلاج حيك بتقولي ان هما هيختاروا او هيروحوا لطبيب اطفال نفسي صحيح صح طيب زي حضرتك وانا بجيب طفلي بنتي او ابني وبيجي لحضرتك حيك قلت ان حيك مش بتقرري من اول مرة لازم بيبقى فيه كزا جلسة ولو الاطفال صغيرين بيبقى الطفل ومامته او بابا رحلة العلاج شكلها عاملة ازاي روسي حسب برضو احنا بنقسم الحالات بسيط ومتوسط وعالي عمتا قبل سبع سنين ما بنديش ادوية خالص بنبدأ ان احنا نعمل جلسات اللي هي بتعمل حاجة اسمها يعني الطفل ده ازاي يقدر يتعلم انه يعمل كنترول على نفسه ازاي اقدر مسلا افكر قبل ما اتصرر ازاي مسلا استخدم الطايمر قبل ما اعمل حاجة دي كلها بطرق مختلفة من اول على فكرة سن بدر جدا بنعلم السلف ريجليشن دي وبعد ومنشتغل على الاهل يعني انت ازاي هتتعامل معاه في البيت هتنظم البيئة ازاي هتعمل ايه هتصرف ازاي وبندي دي كمان حاجات للمدرسة تعملها معاه فده قبل سبع سنين طيب فرزي جالي بعد سبع سنين بيبقى عندي حاجة من تلاتة لو هو بسيط برضو بعمل نفس الحكاية لو هو حالة بسيطة يعني الاعراض بتاعته بدرجة بسيطة ودي برضو لها تقييماتها انه هو بسيط يعني الوضع مثلا اه هو يعمل شوية مشاكل بس اوقات بيبقى كويس فالحالات الشديدة قوي اللي هي بتوصل لدرجة انه بيكسر الدنيا مش قادر يعمل كنترول ساعتها منتدخل بالدوة بالأدوية اه من عمر كام بعد سبع سنين بعد سبع سنين امتى اقول انه الحكاية دي بقت out of control خلاص مش حضر اتحكم فيها لو قعدنا ست شهور في العلاق ومحصلش اي تقدم خليبالك انا احنا مش بنقول تاني احنا بنشفيه بنعالج احنا بنقول ان احنا بنحاول نقلل لو قلل بنسبة مثلا 30-40% تمام انا ليه هتدخل بالدوة ما اقص للدوة تاني ليه side effect فانا دايما بخليه يعني اخر line انا بستخدمه بس ساعات بتطر لازم استخدمه ما طولت عيك انا عفا معلش انا اسوس فانا خلاص تؤالين ربنا خليه لو كل بقاتي امهات والابات بيتفرجوا انهوا عايزين يطمنوا على ولاده عندهم شكوك هو لسه ما بقاش بقى ايه هوداتي بيتفرج او هي بتتفرج وهما طلغباته اكتر يعني هما شافوا امين الخليل في المسلسل بطلغباته شوية دلوقتي بقى طلغباته اكتر فانا دلوقتي بقى مش عارف ابنه ده بيتحرك وما بينجحش ومش عارف ايه والكلام ده هل فيه طريقة للناس تبدأ بدري حتى لو الطفل ما عندوش حاجة يعني اطمن على ابني اطمن على بنتي هل فيه طريقة اعمل بيها كده اه بس في كل سن وليه حاجة اسمها الديذالب يعني التطور حل يعني انا منتظرة مسلا من السن الفلاني انه يستخدم الجمل الفلانية ويتعامل بالشكل الفلاني ويبقى معامل كنترول مسلا على اعصابه يعني قبل تلات سنين انا ما عنديش انا لا يمكن اقول للطفل انك عامل كنترول ازاي لا يمكن اقول له مسلا انت قاعد لازم تقعد وتسمع وتعم عشان كده ما تدخلش المدارس قبل اربع سنين عشان يقدر يقعد ان ابني عامل وحش قوي 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 في المدرسة والبيت مكانين ده هو فعلا الاعراض دي موجودة في مكانين دي اهم نقطة تانت نقطة ان هو او الله ده الاعراض دي خلته مش ماشي في المدرسة كويس وفي البيت مش عارف يتعامل معانا كويس يبقى اثرت عليه يعني في مكانين وحصل فيه تأثير بعدين ببساطة يا سيدي ابنك لو انت حاسس انه مش مركز ومش عارف يكمل الواجب وكل شوية بينسى حاجات في المدرسة وقاعد كده طول الوقت سرحان اين منع انك هتعمل الزيارة للطبيب النفسي للاطفال اه اعمل زيارة اه صح على فكرة لو شخصتي بدري يعني طبعا كل ما كان بدري كل ما كان احسن اي حاجة تشخصها بدري تبقى احسن بكتير من متأخر سؤال الاخير يا دكتور هل بتفرق من ولد لبنت يعني هل بتفرق في الاعراض من ولد لبنت وهل بتفرق في العلاج من ولد لبنت البنات التشتت ده بتاع الانتباه بيكون عندهم اكتر من فرط الحركة لكن الولاد فرط الحركة اكتر يعني البنات بطبعها ممكن تبقى قاعدة احسن لكن الولاد دايما بيتحرق كثير فبالتالي البنات ممكن جدا تبقى بس عندها اي دي دي اوكي مش اي دي اي اتش دي اه اللي هو التشتت الانتباه بس الولاد اي دي اتش دي معظمهم بس طبعا النسبة في الولاد اعلى من بنات بتفرق كمان في العلاج طول العلاج ولا هي واحدة تاني انتي بتشوفي على فكرة مفيش حاجة برضو حاجة مهمة انه حتى الطفل ده لازم يتعمل له برنامج مخصوص ليه يعني كل طفل حسب ما عملت كل التقييمات ده ليه برنامج يعني احشتغل هنا مثلا انه اوحش حتة عنده انه ما بيخدش بالهم الوقت لا فلان فلاني ده اكتر حتة عنده مثلا فيها مشكلة انه بيعرفش يوضع الكورسي اه فما بتفرقش من الولد ولا بنت بتفرق من الحالة من حالة الحالة اه اوكي فهمت هيك نورتينا النهاردة طول وقت عندك حالة طول وقت دحكتك حالة طول وقت كده بتدينا في كلام مفيد فانا باشكر حضرتك شكرا طبعا احنا متفقين مع بعض انه ساعات كتير قوي حضرتك هتكوني مشاركة في اعداد هذا البرنامج تكوني يعني واحدة من فليل اعداد الامر بتوعنا يا امر انتي فالفقرة دي او الساجمنت دي بنان على طلباتكم فيه ناس كتير قوي انا مش هارفة ليه يعني حتى انا كنت بسألهم بقولهم هم رجوا يعيدوا مسلسل تاني ولا مسلسل بتدري التعارض تاني ولا ايه لان فيه ناس كتير قد تسأل على ال اي دي اتش دي فقررنا انه احنا نستأذن دكتور صحنا تنورنا النهار مشاهداتي يا عزيزات ومناتي الحبيبات فواصل قاسر جدا ونجع لكم من نهاية هل هل لو جي عريس حلو كده ولزيز وابن ناس ومحترم بيعرف ربنا كده وهو من نوع نادر ده نادر خلاص لبنتي الوسطانية وانا بنتي الكبيرة لسه متجوزتش وما شافتش دنيا وبتاعها اجوزوا لبنتي الوسطانية ولا بقى قاهر بنتي الكبيرة والبنتي الكبيرة لما متتجوز وتشوفو خطاها الصغيرة بتتجوز دي تبقى كارثة ايه اللي بيحصل طبعا احنا ملنشتع ويا موحي احنا لماع ولا ضد احنا جايين هنا بس ايه بنتفسح كده وبنقول بس ايه نسمعكو اراء ضيوفنا الحلوين نرحب بقى بيهم دكتور اه ليه ليه متضايقة كده شكلك عندك قصة دكتور سامي ابو بار استاذة جامعة سيدة محترمة وشكلها عندها حاجة كده حاجات حاجات هي بدي غلة كده عاملة كده او لما جيت اعرفها كده عاملة كده يعني طيب ومعنا استاذ حازم النبراوي نقولنا النهار دا يا فندم استاذ حازم معلق صوتي معروف وعايزة اعرف او اسمع اراءكم حل حضرتك مع ام ضد واستاذ حازم طبعا يعني خلينا نقول اننا مش ضد النصيب عشان كلامي ما يتفهمش غلط اني مثلا الامات هتقول طبعنا دلوقتي مثلا الصغيرة جالها نصيبها الكبيرة لسه مجالهاش طبعا اعاد الصغيرة لا انا ما بقولش كده انا بقول اني الموضوع بيبقى فيه مشاكل اكتر بكتير مني انا اقول اني الصغيرة تتجوز او الكبيرة تتجوز انا دلوقتي عندي بنتين واحدة كبيرة واحدة صغيرة طول الوقت عمال اقول الجواز 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 خلقت فكرة في دماغ البنات اني الملازل الاول والاخير لها هي الزواج فهي خلاص اقلمت نفسها اني اللي هتكسب هي لتجوز الاول طبعا في الوقت الحالي فيه يعني فرص كتيرة جدا الناس مثلا بتتعرف على بعض الشكلة اسرع فبقى فيه اماكن كتيرة نقدر ان احنا تعرف عليها فانتبس تلاقي البنت الصغيرة انا مالي انا خلاص جالي عريس هو ممكن يكون العريس ده لفكرة مش كويس قوي يعني مش بنفس المنظور بس ايا شايفة اني ده تارجت انا عايزة اخد فرصتي وتجوز طب البنت الكبيرة لسه مثلا ما جالهاش نصبها او انا اجيه مثلا اتكلم مع الصغيرة طب اصبري شوية طب على اقل اختك مثلا الكبيرة تتخطب عشان النفسيات فالبنت مثلا انت صر فخلاص انا وافق هنا بقى انا فتحت فجوة كبيرة جدا بين الاختين مشكلة هي دايما شايفة ان هي جات عليها هي ما استنيتش لما هي تشوفها تعمل يعني حضرتك معترضة على فكرة انه احنا بنقول لهم انه الملازل امن بالنسبة لهم الجواز الزواج او جواز ومش معترضة على ان البنت الكبيرة نفسيتها هتتعب لما اختها الصغيرة تتخطب لا طبعا معترضة ان هي نفسيتها تتعب جدا لان النفسية لما هتتعب هي بش بس هتأثر عليها هي هي حتى الصغيرة الكبيرة هتأثر جدا كمان على الصغيرة نفسيتك كبيرة هتتعب طبعا طيب خلينا خلينا بس نحط النقطة على الحروف عشان نميز اللي احنا بنتكلم فيه احنا عندنا بنت كبيرة وبنت صغيرة الدكتورة سامية بتقول ان انا ضد ان العريس اللي جه يعني فرضا معانا الفوا به الالف هو كبيرة وبه هي صغيرة العريس جهلي به وهو عريس مميز فانا بقول له لأ علشان الف لسه ما تجوزتش فانا رافض للأسلوب ده طب اين مانا يا الدكتورة ان احنا نمرى به البنت الصغيرة هي اللي تتجوز طالما نصبها هو اللي جه وعدلها هو اللي جه مع العلم ان ممكن تكون البنت الكبيرة مؤهلتها للجواز مش قوية اوي او مش مديها القوة ان ينجيلها فرص كتير يعني فرضا شكلها جميل لكن اخلاقها عنيفة شخصيتها مش قوية اوي يعني شخصيتها قوية بزيارة عن اللزوم رفضة الرجالة مش عايزة تتجوز انا اربط لي الصغيرة دي بالكبيرة دي لو رفضة ان هي تتجوز او هي مثلا حبة ان هي لا انا حبة مثلا ان انا اعمل لنفسي كريري الاول ومش عايزة اتجوز هي عندها سبب هي اللي مش عايزة تتجوز مش انا اللي بفرد عليها ان هي ما تتجوزش وتنتظر اختها دا يعني دا كده انت مش عايزة دا حاجة ترجع لك لكن في بقى المشكلة الاكبر ان هي بتبقى عايزة تتجوز وحبة ان هي ترتبط وكل حاجة بس زي ما انت حضرتك قلت مثلا فرصها اقل شوية انا بقى لما بوافي ان الصغيرة تتجوز الكبيرة بعمل فجوة كبيرة جدا لان الكبيرة مش هتسيب الصغيرة في حالها وهقول لحضرتك نموذج على فكرة موجود وهنا شفته بعنايا كان في بنت منهم كبيرة والاتنين اللي قبلها اتجوزوا والاتنين اللي بعدها اتجوزوا فكانت النتيجة ان حالتها النفسية سيئة جدا بالزبط بنت وصلاية ما اتجوزتش هي فالاتنين بالله اصغر منها اتجوزوا مردوش ان هما يستنوا لما اختهم يجي عليها الترتيب زي الاتنين الكبار ما اتجوزوا فكانت النتيجة ان حالتها النفسية كانت سيئة جدا دخلت مستشفى في حالة اكتقاب رهيب لانها كرهت ذاتها وحسك كمان ان اخواتها الصغيرين يعني فيهم حاجة مميزة اكتر منها فده زود العقدة النفسية الأزواج مع بعض بتتأثر جدا نفسها وبتسبب خلافات ومشاكل للإخوات من ضمن المشاكل إن هي طورت مشكلة للطلاق يعني تسببت في طلاق أحد البنات الصغيرة لعبت في بيوت إخوتها بالضبط فدي كهرسة في حد ذاتها عشان أنا عمسة دي ما حضرتك قلت وقلت إيه أنا قلتش حاجة لها أنا لسه قلت حاجة طيب تفضل ده أنا لسه أقول طيب خلينا نقول نقطة الكارير اللي حديك قلت عليه بالوقتي حديك قلت إن هي لو عايزة تعمل كارير بالضبط فأما فيش مشاكل يبقى طيب خلينا ننحي نقطة الكارير دي جانبا لسبب لإن اللي بيتعامل بعرف البنت تتجوز الأول الكبيرة والصغيرة بعديها اللي هو بالترتيب مين اتولد الأول يبقى هو اللي يستحمى يوم الجمعة الأول ما هيو اللي اتولد الأول هو اللي يستحمى الأول دي ما ينفعش ليه بقى حاجة دي المهم فنقطة الكارير دي مش في عرف الناس دي إحنا بنتكلم هنا في عرف مجتمعي تمام العرف المجتمعي ده متوارس بيقول إن البنت الكبيرة هي اللي تتجوز الأول بغض النظر بقى ممكن تبقى البنت الكبيرة دي معوقة معتوها مثلا ربنا كرامها لا 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 فردا محدش لا محدش بيحط أكمل المؤتعتكيش محدش بيحط الحدود اللي حضرتك بتقول عليها كده عليك أنا بتكلم عن بنتين عندي هم اللي اتنين خليني أكمل على المسل بتاريك مش شرط أساس حازم إنه واحدة يعني مفيش حد ييجي تقدم لها علشان هي عندها مشكلة أو بتاع عايدي ده رزق ده نصيم أيوة أيوة والنبي قولها تاني عشان هي قالت لها مش عايزة نصيب والرزق والنبي عاديها لها تاني أنا ما قلتش مش عايزة أنا قلت إن أنا عندي واحدة تغيرة يعني لسه قدامها مجاله لسه قدامها فرص يبقى ليه للاستعجال تسمعيني بقى خلينا نتفق إن الجواز ده نصيب ورزق وحاجة بتاعة ربنا أكيد مشاعر صح الكلام أنا ممكن مشاعر يتميل ناحيتك ما تميلش ناحية الأساس ممكن العكس خلاص كده كمشاعر زنب حضرتك إيه لو أنا ما اتجهتش للأساس زنبها يعني يا فندم العريس مش جاي نقلي مش موضوع نقلي أولا ما طلع له البنتين وبقول لهم حضرتك مشاعرك رايحكين ماتروح ماتروح لا إحنا دلوقتي في المجتمع هي نوها وصوها نوها الكبيرة وصوها الصغيرة محمد قبل صوها فكرة عمل وعمر بتاعت المدرسة أيوة يبقى هنا احنا بقى رايب ليه استنى لما اجوز نوها ليه؟ ما أنا لو جوزت صوها الأول نوها وصوها يا قدر جنبي لنوها بالطمع لو هي صوها جوزت الأول نوها مش هتتجوز ليه؟ ليه نوها مش هتتجوز ليه مهودة نصيم هتتجوز ولا أنت عايزة ترمينوها في التهلكة وتخليها تروح تتجوز أي راجل عشان خاطر أختها تتجوز كويس أنا لو جوزت الصغيرة الأول لو جوزت الصغيرة الأول الكبيرة هتفضل بمجرد الصغيرة ما تخطبين عندها استعداد تقبل أي فرصة طيب لمجرد بس إن هي ما تبقى خلينا بقى في الدراسة اللي بتقول كده مين اللي قال؟ بلات كتيرة جدا حضرتك طيب أبسط الأمور سويني أبسط الأمور دكتور سامية طلوب الجامعة طلوب الجامعة أو طالبات الجامعة بمعنى أصح لما تيجي بنت حضرتك أنا مسلا أدخل محاضرة فلاقي بنت قدامي حامل هي متجوزة وهي بتدرس أيه طب إنتي يعني مسلا ليه ما انتظرتيش إن انت يعني ده سؤال أنا سألته لأحد الطالبات عندي لأنها مجهدة جدا وتعبنك جدا وجاها مش قادرة مش الحامل يا ستي ستي حامل هل أملاقي أنا مفوضة سندها لما خلصتي تعليمك مش اتجوزت ربنا كرمها فردت رد بالزاد في المناطق اللي هي يعني اللي انت بتتكلم فيها هي الصعيدية طب إنتي ليه ما استنيتيش مثلا يعني رزقك لما يجيكي فردت رد حاسم جدا أصلا أنا لو استنيت لما أختي كبيرة تتجوز الأول والدي ظروف الاقتصادية مش كويسة فممكن يجهزها هي كويس وما يجهزنيش أنا زي ما هيجهزها فأنا فرصة وجاتلي ما خدهاش ليه طيب خلينا نتفق حتبات حتبات اقتصادية حضرتك تانية غير بس المصيب والكلام ده والله ما أنا اللي مطلع القانون ده أصلا مش أنا اللي مطلع القانون اسمعيني بقى إحنا دلوقتي لما نيجي نقول واحدة فاتها قطر الجواز أنا فوجة نظرك حازم معلش ما تشح حاجة اسمع فاتها قطر الجواز عشان ما اعترضت على الجملة دي ما فيش حاجة اسمعها عنوسة عشان بس جملتين دول بينرفزوا جدا أنا معاها جدا 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 الجواز ليس قطار طب خليها والراجل ليس هدف طب خليه 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 طبع لما نيجي نقول فاتها قطر الجواز ما اسمعاش فاتها قطر الجواز اسمها أحسن ما كانت تدهس تحت قطر الجواز لما أنا أكبرها كواحدة ستة أو واحدة بنت لسة بنوتة صغيرة إن أنا أحطها في إطار ضغط نفسي طريق حاجة دي إن الجواز ده هدف ليه أنا لما أجي طب سبوري طاب عليك شوفي بتطيعني إزاي طب خلينا أنا هقولك حاجات كتيرة وإنتي بقى أصطادي منها زي ما إنتي عايز بسي إنتي أنا أديكي كلام كتير وإنتي قاعد ينقل إتفاضر إتفاضر فإحنا بنضغط بنعمل لود على البنت إن الهدف الأساسي في الوضعية دي هو الجواز بنحرم البنت من مشاعر طبيعية هي دلوقتي في شغلها أو في أي إن كان كليتها حصل استلطاف بينها وبين محمد محمدين محمد جي وجاب أهله وخبط على الباب من الباب ويقول لو سمحته أنا عايز البنت دي إيه اللي يخليني أقف كأب ما بين البنت وسعادتها علشان أنتظر البنت التانية طيب سؤال بقى هنا طالما حضرتك مقسمة الجو كده السؤال بقى لحضرتك مين فيهم هيموت الأول الكبيرة ولا الصغيرة لا دي مش مسألة مين بنت معلش اسمحي أقول لهم شيء أولا أنا ما بقولش إن البنت الصغيرة تقعد مدى الحياة لغاية البنت الكبيرة ما تتجاوز لاحظة بعد ذلك لاحظة بعد ذلك أيوا بيبقى فيه توقيت يعني مثلا دي بتدرس تمام كده واحدة بتدرس ووحدة خلاصة والتانية لسه بتدرس ليه أستعجل علي بتدرس معلش يعني ليه أستعجل علي ما تقوليش مثلا جت لها فرصة مش هجيها تاج أولا إحنا في زمن مع احترامي للجميع الراجل فيه مش فرصة بل بالعكس بتتجوز وسنة أو سنتين وتطلق محكمة أسره وبعد كده ألاقي عندي مبسوطة ده أنت بتعملي كده مبسوطة ماشي ماشي ألاقي عندي معلشي اللي هي أنا جوزتها ديت مقدرش مثلا تتقبل الحياة اللي هي عاشتها فبدل ما كانت هي موجودة عندي أصبحت موجودة هي وطفل علشان حضرتك بتقول أنا استعجل يعني شايفني هو جلها مش استعجل أنا ما قلتش كده خالص أنا قلت اتنين اتعرفوا على بعض في الجامعة صح كده ما قلتش إن هو واحد بيخش بيتاجر سلام عليكم هي الدار دي فيها حريم أنا ما قلتش كده أنا عندي واحدة وهو حبت حد قدامها وقت دراسة ليه أشغلها بدراسة وليه أشغلها بجواز وأشغلها بخطوبة وكل الموال ده ولسه في منها وهي ممكن تركز في مستقبالها الحالة دي حالة واحدة الحالة دي مش القياس طب خليني أسا حددك السؤال بشكل مختلف الاتنين خلصوا دراسة الاتنين خلصوا دراسة ما نقولك حدديلي أعمار عشان ما يبقاش كلنا لا ما حددلكش أعمار لا الاتنين خلصوا دراسة خلاص الموضوع انته واحدة بقى ربنا مكرمها والصغيرة جالها عريس والصغيرة جالها عريس يا جماعة سؤال ايه المشكلة اني انا حتى لو قبلت ان الصغيرة تتخطب ايه المشكلة ان هي تنتظر لغاية حتى ما تشوف اختها انا على فكرة عملة اقول لحضرتك ان هي مش هتريح اختها يعني انا لو انا تنتظر ايه يعني انا اليوقتي هجيبه راجل اقوله اصبر لما اختك كبيرة تتجوز قعد قطبك خمس سنين مثلا لا معلش كده كده يا سازة رضوة بعد اذنك بالظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها حاليا مفيش شاب جاهز بيجي تجوز قبل المدة دي الا معلش لو اهله هيساعدوا وبعد كده بتدخلي بقى في مشاكل تانية يعني بخلافة ان اهله هيساعدوا في مشاكل تاني فانا في غير عن كل المشاكل دي دكتور سامي ارجوك يردي علي لا انا شايفة انا يا جماعة مصرة على رأي واحدة النهاردة جالها جالها راجل محترم قبل اختها الكبيرة اللي مجالهاش حد يتجوز لازم ادي فرصة الاول للكبيرة ان هي تحدي ايه هي الفرصة؟ ان هي تشوف الاول نصيبة بص يا استاذة رضوة اصلي معلش ما تقنعينيش اللي هي مرضا لتنجلب مفيش حاجز ما تشوف ونصيبة حاجة تقرر حضرتك تقرر تقرر حضرتك اذا كانت هي فعلا عايزة تتجوز ولا رفضة تتجوز ما هي عايزة تتجوز تمام كده ايه المشكلة ان الصغيرات تحترم مشاعر اختار محنا بنتكلم ان هي اصغر يعني في سنة اصغر يا فندم في سنة اصغر ما تتحمل شوية طب قول لهم في الشاشات هنا اتفضل حضرك اتفضل 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 انت لو طول تتسميني هتسميني بص يا سيدي انت دلوقتي هتكبري الصغيرة ان هي تنتظر لوقت غير معلوم علشان تستنى اختها خلاص حضرتك لو انا وفقتك جدلا ايه هي خطة حضرتك في انك تجيبي عريس للبنت كمية؟ يكمل كلام يكمل مش هدلل عليها حضرتك دلوقتي كرب اسرة والدة او والد تمام انت اكبرتيني على سلوك المصار ده صح انت انت ربة الاسرة سواء بقى والد او والدة تمام اكبرتيني على المصار ده وانا قلتلك سامعا وطاع خلاص ايه خطة حضرتك في ان انت اللي انت معطلها في اخر الصف دي اللي ما بتطلعش تستحمم الجمعة قبل اختها تمام؟ ان هي دي تمشي هتمشي دي ازاي؟ وانت موقفة دي بالتوعية يا فندم لسبب بسيط احنا بنتكلم في الاسرة ومش في المكتب وانا بتكلم في الاسرة برضو بتوعيتي لبنتي عن كل المشاكل اني بنتي فيهم الصغيرة والكبيرة يا فندم فيه توعية لازم تتعلم ممكن تحكي تودي عليه ادينا خطة لو خدرك عندك بنتين اه هتعملي ايه كبيرة؟ في العريخ جاي دلوقتي عشان يخطب بنت حضرتك الصغيرة اللي عندها 30 سنة اللي عندها 25 سنة اللي عندها 22 سنة طول ما هي لسه في فترة العشرينات انا من حق ان انا اديها خطة اقولها اصبري لما نشوف ظروف اختك ايه او اختك هقرر تعمل ايه؟ يا استاذ انا كلامي وضع دكتورة يا استاذ ردواء يا استاذ ردواء سويني انا لو عملت اللي انتو بتقولو دوت او بنتو مشيتو بالمبدأ انا دلوقتي جالي حد كويس تمام كده؟ وخواص وانا مضطرة لا طب هعمل ايه؟ همتازرك كبيرة ازاي؟ وفعلا عملت لحضرتك بتقولو واحدة وجالها نصيبها صدقني بكل تجارب كتيرة جدا حضرتك نزلي سؤال كده على السوشال ميديا وشوفي حالات قد ايه؟ حالات قد ايه تم فيها انفصال البنت الصغيرة بسبب ازمات النفسية للبنت الكبيرة غير الفرقة غير ان هي ممكن مثلا في مشكلة بين الزوجين تبين لزوج اختها ان هي افضل ان هي احسن ان اختيارك كان اسوأ بس هكيا بتكلمي على معلش هكيا بتكلمي على نفسيات ما بين الاخوات اللي هو نفس النوعية بتوع الاخوات اللي بيتخنقوا على الورث او المراس دول بيتخنقوا ليه يا اسوزة ردوة لان مفيش اصلا تربية من الاصل بالزبط احنا بنتكلم في ودول الاغلبية حضرتك لا 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 يا فندم لا دكتور سامية لا يا دكتور سامية لا يا فندم انا بعترض انا بعترض وبعترض بشدة اه احنا من قدرش نقول اغلبية الا لما فيه احصائيات مؤكدة من جهة معينة منوتة مسؤولة عن ان احنا نكلم فيه دور حضرتك في كل بيت دور حضرتك كده اعملي استفتاء حضرتك على الصفحة ودوري في كل بيت عن اخت اتجوزت قبل اختها أنا سقولو حضرتك حاجة في تجربه شخصية ليا انا يعني انا عندي 3 اخوات اجبر مني اول واحدة جوزت فيهم كانت صغيرة اول واحدة جوزت فيهم كانت الصغيرة اول واحدة جوزت فيهم كانت الصغيرة احلو واحدة فيهم احلامةploت في التلاتة منطلق سوانى بنصيبها بقى التي جاء هي الصغيرة وبمنطق والدي الي هو طبق منطقك ان الصغيرة جالها ناصبها فخلاص ايه المشكلة فانا اجوزها اصبحت ان الاتنين اللي اكبر منها في البيت نفسيتهم زي الزفت اوضحوا من نفسيها صعبة جدا لان السغيرة شايفها نفسها احلى وشايفها نفسها احسن وهي بتطبخ نفرق الانبوبة في فشاتهم وتتشوي وبعد دواجها في سنة وثلاث شهور امفصلت بعد تجوزها في سنة وثلاث شهور لانها صغيرة لانها صغيرة صغيرة مقدرتش لسه تكون خلفاتها اتجوزت وهي بتدرس مقدرتش لسه تكون خلفاتها عن السوية ممكن يا فندم الوالد اللي ضغط عليها بس حضرتش نفسها نئات الجواز بس حضرتك كده بوده رابطة حاجات مش ملواش علاقة ببعد يا دكت سامي حاجة اسمعيني بس اسمعيني اسمعيني الاختيار مانوش علاقة بالجوازة نمرة كام اي عريس بيجيكي معلش بتشوفيه وبتقولي ان هو مناسب وكويس هل كل الناس اللي انفصلت كان العريس واضح قصادها ان هو وحش اي قد مانوش علاقة بان عندي اخت انا تجوزت لابيه ولا بعديها انا تجوزت قبلها انا تجوزت قبلها حضرتك وانا مش مؤهلة للجواز وسني صغير ومش مستنية لما وقت تتجوز ومشاكلي النفسية كانت كبيرة معيها يا دكتر يبقى المشكلة كانت في ان سنها صغير انها غير مؤهلة انها اخترت غلط مش هتطرق الوضع ده وانا طبقت فكرة اني جالها نصبها بستنيتش لما هي ايه ده مانوش علاقة انها عندها اخوات بنات مانو مطلقة ومعنديش اخوات بنات ازي اعني عادي الله انريه انيشف على فكرة من قلة الكلام يعني اديني بقى فرصة ماشي طيب في وضع حضرتك ده بابا اللي هو بابا حضرتك هو اللي اختار للبنت العريس لا ما اختارش هو العريس اتقدم والدي قالها كميلي تعليمك واستني لما اخواتك الاثنين اللي قابلت يجاوزوا قالت لأ انا هتجوز بعد كده نشأت الفجوة طيب بصي يا أستيزة الوضع هنا وضع والد جاله عريس العريس طالب حد بعينه او متقدم لحد بعينه خلاص في مشاعر او مفيش مشاعر في النهاية البنت دي هي اللي جالها نصبها والبنت دي هي اللي وفقت خلاص كده كون علاقتها باخوتها دي ما لهاش علاقة بأي حاجة في الدواس طبعا علاقة أصري كده طبعا علاقة أصري طبعا علاقة أصري هم 128 كلمة هقولهم وبعد كده هسيبك تاني كان طبعا 128 كلمة خضراء اخد هلحبها كلها شد شد هللي شو شد 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 طب ما تقول لي لها حاجة ما نقول لها كتفضل شو الله فإحنا فإحنا دلوقتي كون الإخوات يكرهوا بعضيهم أو يبقى في بينهم حززيات ده بين إن الموضوع بر موضوع حلقتنا خالص ليه بقى ده موضوع نشأ أو تربية أنا لما ربيت فيه غلطة فيت ركاية أنا عملتها غلط ما بين الإخوات دي بدل ما أخويا بيتمنى لي الخير دي طبيعة بشرية غصب عندي لازم تحس بالغيرة دي طبيعة بشرية يعني أنا دلوقتي طيب الطبيعة البشرية طيب الطبيعة البشرية دي يا فندم الطبيعة البشرية دي تنطبق على الأنسة بس تتخطب قبلها بتزعل من جواها بتحس إن هي ليه أنا متخطبت زي ما بلك أختي حضرتك عندك كم؟ تلاتة آه عندي أربعة تلاتة أكبر واحدة أزهر طيب لو كنت حضرتك اللي جالك الراجل المناسب وحبتيه واتفقته قبل إخواتك كنت هتماني إيه أكيب كنت هحاول إن أنا مع والدي لكن والدي في الوقت ده وكنت هحاول روح مشاعر أخواتي طيب ولو كنت تلاتة اللي قبل إخواتك ما تجوزوش وحضرتك أعطي تلات سنين في الخطوبة خطيبك عمال يزن عليك يقولك أنا مش فاهم الجوازة خلي بالك إن خطيبك برضو بني آدم هفرح النهاردة بجوازه الصغيرة قبل الكبيرة تمام؟ وهقول مش مشكلة وجالها نصبها وكل حاجة طيب ماهتمتش بنفسية الكبيرة ماهتمتش أو أنا شفت إن الكبيرة مش من حقها تزعل ده نصيب وإسمها وهي هتنتظر أكتر من كده ومرعتش النفسية وما حاولتش أعمل كل التوعية دي البنت الكبيرة مش هتسيب أختها الصغيرة في عيشة مرتاحة وعلى فكرة دي مش تجربة ولا اثنين ولا تلاتة طيب ممكن نحط بقى مثال صغير أكلم بعد إسمك تجارب كتيرة جدا حضرتك دي دكتورة سامية ممكن ديه بس فرصة لتكلم أستاذ حازم لأنه هو مكامش على فكرة أنا ديته فرصة وأنا ضدت على كلام حيك قطعتينه وضفت استكلام طيب السؤال هنا بمنتع الهدوء شفت هادي إزاي؟ أه وتفضل ها؟ بالسؤال هنا أنا دلوقتي هوافق تاني وهنقول هنركن البنت الصغيرة خلاص؟ إيه اللي هيحصل؟ لما دلوقتي أنا عندي بنت بتكبر في السنة هو خلاص؟ في المجتمع بتاعنا بيطلق عليها ألفاز كتيرة بقى مناش دعو بيها مش موضوعنا لكن أنا معطل التانية أوكي؟ اللي اتنين بقى وصلوا للسن اللي انت بقى بتقولي عليه فأصبح عندي بدل المشكلة مشكلتين أو ما أنا بقى مخلف بقى بنت جديدة ولا أعمل يا أنا ساعتها أحلها إزاي بقى؟ دلوقتي بدل المشكلة بقى معايا يا سيد زرادوة اللي اتنين هيوقفوا أنا مش وجهة نظري أصلي هي وجهة نظرها أنه البنت الصغيرة دلوقتي ممكن عشان حلويتها وجمالها أو طريقتها أو خفت دمها أو كذا تكون أخافة على القلب أو أقرب إلى القلب ماذا إذا سبها؟ من الكبيرة حكي كسباني بس فيحصل إيه؟ البنت تبقى لسه بتتعلم في الدراسة أو حاجة زنها صغير ويقولك إيه؟ تتجوز أوكي خلاص؟ مع إن الكبيرة متخرجة تمام هي بتقول بقى إنه أصلا السن الصغير ده السن الصغير تخلي بالك إنه ده مثال مش القاعدة العامة لا لا ده ده مثال لا 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 ده مثال مش القاعدة العامة هتخلي بتوقم؟ يعني البنات هيبقوا السن واحد لا المقصود بيها أن أنت دربت المثل أستاذ حازم أستاذ حازم هو الدولة بتقول لحضرتك سن الزواج 18 خلاص؟ وفيه الناس علامة النفس ومش عارفة إيه وإيه 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 حتى كان معانا الشيخة الشهر الفاتق أو اللي قبليه قالت إنه كلهم بيقولوا إن هما بيفضلوا إن الزواج سن الزواج يبدأ من واحد وعشرين بزبط فييجي الكبيرة عندها ستة وعشرين أو سبع وعشرين سنة والصغيرة عندها عشرين سنة ويجي لها خطيب ده كده الزواج المبكر مش موضوع حلقتنا ده كده موضوع الزواج يجي الدكتور بتاعها في الجامعة حب الطالبة بتاعته اللي قعدة قدامه في سنة تانية جامعة بيروح يتقدم لها دكتورها دكتور الجامعة بيروح يتقدم للصغيرة كبيرة هربية عندها خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين متبقاش متزوجة فهي الوقت بتقول إيه الكبيرة أولى ليه؟ لأن الكبيرة أنضج بالضبط الصغيرة غير مؤهلة أصلا الزواج الصغيرة دي محتاجة تشتغل وتعمل ومش حفيه وإيه وإيه هنقفل على الصغيرة وهنقفل على الكبيرة لحين ما تمشي الكبيرة السؤال هو الكبيرة ما جلهاش نصبها لأي سبب من الأسباب أكيد بعد مجاوز وقت معين أنا كأب شفت أن البنت الصغيرة مثلا اتقرجت وبقت خلاص اشتغلت وحياتها بقت كويسة وكذلك الكبيرة وابتديت إن أنا أشوف إن الأعمار يعني ده أنت كده أنا عايزة تخرج وأتجوز وعف في البيت ده كلام الصغيرة أنا دلوقتي ما بقولش إن هو يفضل مدى الحياة رابط عمر الصغيرة أنا بقولك أديني أعمار مش عايزة تديني أعمار ثواني أنا مش هديك أعمار لكن هديلك إن هو شاف إن البنت بس أنا متعلن زي بنتها بتقول ما فيش فرص يا دكتور سامية أنا البنت الصغيرة أنا عايزة أخلص جمعيتي وعايزة أتجوز وعف في البيت وخالب ستة عيال بين مشكلتي إن أنا عندي أختي ديه إيه بقى الحاجز اللي وقفها مشكلتي إن أنا دلوقتي لو عملت الخطوة ديه وما استنيتش إن أنا أكون أختي ديه على الأقل اتخطبت إنه والله حياتي مش تبقى كويسة لإنها تفضل بيني وبينها فجوة لإنها دايما تبقى شايفة في محشالها دي أختي صعب 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 الزي صعب النفس البشرية دي النفس البشرية وعلى فكرة والنفس البشرية للأنثة بالذات لأنها بتحس من جواها غصبا عنها غصبا عنها مش بمزاجها طبو الصغيرة برضا يبقى عندها نفسية على فكرة وعا تزعل أنها عادة متغطرة عشان الكبير يبقى في الحلقة دي حضرتك علشان أنا بقى أعمل الخطوة اللي انتي بتقوليها دا تورجع تاني وأقول لا عادي يا جماعة دا نصيب أو كده يبقى أنا محتاج أن أنا أعمل توعية وغير بقى فكرة كاملة طيب علشان نعمل التوعية اللي حقيقة بتطلب بيها دي بتاخد وقت صحيح إحنا في موضوع مثلا زي ختان الإناس كان زمان في معتقداتنا إن هو دا اللي لازم وهو دا الموطلوب هو دا الوضع اللي حقيقة رحاض الوقتي على ما احنا خرجنا بتوعية للشعب بالإعلانات والكلام دا كله خدنا وقت طويل قوي عشان نقنع الناس مثلا على موضوع الختان دا مش مظبوط تمام وابتدت الناس تستويب وتستجيب فما ينفعش إن أنا آجي أقول هعمل توعية وإحنا عادي مع بعض على ترابيزة واحدة دي قرارات دولة إحنا هنا بنتكلم في إيه دا قرار دي ابن الأسرة وحيات النبي الديني فرصة فهما إحنا دلوقتي دي قرارات دولة هي اللي بتقول أنا هعمل الدعية هم أقوى وأقدر على كده أنا هنا تسلمش على الدولة يا فندم طيب أنا هنا كرب أسرة أنا هنا كرب أسرة ما تدرش أتحكم في أولادي وبناتي إن أنا أخنقهم اللي هو إيه إنتي هتتجوز الأول إنتي تستني أنا شايفاكي مش عارف إيه أنا ده كده مش أسرة ده كده مليونيت مليونيت أنا قاعد بحركهم يلا إنتي لعليك الدول إطلع تجوز يلا هي يلا إطلع إنتي بقى وراه أقول ده ما ينفعش خلصت؟ أردت؟ إنتي هاي زياني خلص؟ طيب خلصت يا همي الثاني خلصت؟ أردت؟ 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 طب إحنا نقاس لنا أديها إحنا وقتها في قرص للأسف بجد؟ أنا والله يرى بشبه أنا ملحيتش أقول حاجة على فكرة طبعا أنا أنا إنتي كده مديونالي بحوالي خمس ست سنين أه أنا ملحيتش أردت هو عليه أصلا كمان إنتي للثاني حضالي رضي في سنة حضالي رضي في سنة اللي أصد بيه التوعية حضرتك إن التوعية بتبدأ من الأسرة مش من دولة التوعية إني أنا أربي بناتي مش على إن الزواج هو أهم حاجة وهدف لازم تسعي لي ولازم تحققيه فطلع كل واحدة بتجري عشان عايزة تلحق قبل التانية ما تتجوز أو أعرفها إن حضرتك لو خلصتك كلية وكانت لسه مثلا ما تجوزتيش أو لسه مثلا ما تقطبتيش أنا مضطرة جوز اللي أصغر منك فاضغط عليها تقبل أي عريس عشان هي مش قادرة تستنى خايفة لا بالعكس اللي بقوله ده إن أنا بقول نوعي بناتنا إن الزواج مش الملاز الأخير للبنت إن أنت لسه عندك وقت إنك تدرسي لسه عندك وقت إنك تشتغل بلاش يتحطي في دماغك إن أنا لازم لما أخرج من الكلية أتجوز دائما دكتور رضوعي دائما 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 بس لازلتي مديونة لازلت لازلت فيه فيلم كان يقولك إيه؟ إيه؟ حميدة حميدة لابن حميدة وعزيزة للبزة فاندي أيوة أيوة بتاع البزة فاندي نورماندي 2 شكرا جميلة انك تابعنا اشتركوا في القناة